موسيقى ورحمة الله وبركاته واسعد الله ومساكم بكل خير ان شاء الله دي المحاضرة الثامنة نتمنى اه غريبا نتمنى الخاص ببرنامج ان شاء الله نبتدي زي ما لأكل عادة بالايه هي الموضوعات اللي احنا شفناها في المحاضرة الفاياتة اللي هي كتا المحاضرة السبعة عملنا شرح عمل ميول جانبية للطريق بمعايير معينة من خلال برنامج من خلال سريد اوبشن بتاع كونديشن الكاتن ديفيل زي ما شفنا كان عندنا حالات كتير وقدرنا نتغلب عليها بخلال كونديشن الكاتن ديفيل تاني حاجة اه شرحنا ازاي بنعمل كوريدور وايه هي النفذة اللي بتظهر لنا وايه هي العناصر اللي نقدر نستخدمها كبازلين كنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم مع البروفيلات بتاعتها او ان انا ممكن استخدم وان حتى لو لي كذا بروفايل ممكن اغيرهم في اي وقت في الكوريدور بحيث اعملوا بحيث يديني لو انا عندي كذا اوبشن اقدر ايه اعرف التفاصيل كلها عليه اه بعد كده شرحنا ايه هي تارجت في الكوريدور نفسه ايه هي انواعها وازاي نستخدمها في الكوريدور وشرحنا الفريكوينسي وبرضو ايه هي انواعها واستخدمناها ازاي وعدلنا القيم بتاعتها ازاي تمام اه وبعدين عملنا فاصلة على عملية الكوريدور الريجونز الريجون مختلفة وحددنا القطاع تصميمي لكل الريجون مختلف وبعدين راجعنا ضمنهم تاني مع بعض لان البرنامج طبعا بيدينا امكانية اللي احنا بنضمه ونقسم يعني الطريق بتاعنا او الكوريدور بتاعنا لعدة كوريدورات مختلفة بحيث على حسب ايه القطاع التصميمي اه وبعدين شرحنا ازاي نعمل كوريدور اه القطاع عرضي بجزيرة وسطية متغيرة العروض طبعا كده من خلال طبعا التارجت بتاعتنا واشرحنا ازاي نعمل اسطح مختلفة للكوريدور وكيفية تعييني الحدود الخارجية لتلك الاسطح وكبان ازاي هي حكاية الايه اوبرحين كوريكشن وديد عن ايه هنبتع بها برضو ان شاء الله الدرس ده وشرحنا نشارح سريع ازاي نضيف كود للكودزت بتاعتنا بحيث نقدر نزهره ونزهر ايه بينات وبعد كده وبعدين طبعا ايه دخلنا على الاستفسارات بتاعت السادة ليه السادة الحضور اه دلوقتي ان شاء الله نبتدي برضو بالكوريدور نازلنا في الكوريدور كل ما هناك اللي انا ضيفت بس هنا حاجة اسمها سامبل لاين اه دلوقتي هقول لكم على اكثر المشاكل اللي بتظهر لنا اثناء عمل الكوريدور اه طبعا المشاكل دي يعني كتير اتسألت فيها فعشان كده اعتقد ان دي اكثر حاجة ممكن تقدر تقابل الناس كلها فقلت برضو نعرضها انا كنت اعرضتها طبعا بفيديو عن القناة ولكن الانسبة اللي احنا نعرضها هي نعرضها بفيديو هنا اه اول حاجة من الحاجات دي ا اه نشوفها مع بعض هي بمجرد ان احنا بنعمل اه بنشوف الكوريدور نفسه على سبيل المثال دايما ان احنا كل حاجة بنعملها سواء الاسطح او الكوريدور زي او ما الى زي بنحاول اللي احنا نشوفها بشكل ثلاثي ابعاد الاول من خلال بحيس نشوف لو فيه خطأ او فيه حاجة مش مزبوطة تبان معنا عم باشرة ففي الحالة دي انا بضغط على الكوريدور نفسه بقول له انا عايزة اشوفه في كده وبنتظهر عليه لحظاته زي ما شايفين الكوريدور اول حاجة بتظهر معنا بالشكل ده بس ما نضغط على اي زاوية من زاوية المربع اللي فوق على اليمين ده بحيس يجبها دي بشكل افضل انا لقي انا عندي مشكلة هنا اللي هي المشكلة دي على اليمين كده زي ما انشوفيني بكو الردوب بشكل عام جاي شكلهم ما فيش مشكلة فيه في معادة المنطقة اللي في الاخر هنا حتى لو احنا عملنا شوية للشكل انا لقي ان فيه خطاع بتاعنا القطاع نزل تحت خالز زي ما احنا شايفينه في حين انا بقيت القطاعات كلها سليمة ده بيرجع الايماء وبرضو بتبان معنا فين برضو في حيات لو اح احنا اظهرنا القطاعات دي على سبيل انا هزر القطاعات دي اللي هي المرفوضة طبعا انا نشتراها بالتفصيل بعدين ان شاء الله ولكن انا عملها بس ايه للتوضيح لنا. مجرد ما بضغط انا هنا وبقول له انا عايز اعمل كرية ملتبل فيوز. ما كده? وهاخدليها درافت وبقول له كرية ملتبل فيوو. هنزل القطاعات هنا. دي القطاعات العرضية اللي انا ازوها على التريق. زي ما انتم شايفين كل القطاعات جاية بشكل كويس ما فيش مشكلة فيها. في معادة القطاع الاخير اللي هو ده ليه عمل معي القطاع هنا سيبون شايفين ان القطاع تصميم بتاعي سيبون شايفين مناسيبه وصلت الى حدا ما الى السفر الكلام ده بيرجع ليه بيرجع لان دي طبعا دي بتبقى اول مشكلة بتظهر لكم ساعة ده هي غالبا بتظهر في البداية او بتظهر في النهاية غالبا في البداية او في النهاية والفكرة فيها ان احنا لما قلنا للكوريدور قلنا له اعمل كوريدور بناء على السنتر لاين اللي موجود ده او البروفايل اللي موجود فطبعا هو اخد السنتر لاين من البداية وحتى النهاية ونفس الشيء اخد البروفايل من البداية وحتى النهاية ولكن لو جينا بقى احنا ساعتها فعليا على البلاية احنا نلاقي من البروفايل التصميمي بتاعي زي ما شايفين البروفايل الارض الطبيعية وصل لغاية الخط الابيض للأفق الرأسي ده اما الخط التصميمي بتاعي ما وصلش لحد النقطة دي في فعال اجاب هنا الجاب ده حتى لو واحد مليمتر لو واحد مليمتر وانت اقيد القطاع لحد النهاية عتلاقي عمل لك نفس الشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه تحت هنا. ان القطاع بتاعنا لان هو حاليا عمل ايه? لحد اخر قطاع قبله على طول مباشرة يعني احنا عملنا شوية زوم هنا كده. عنا قطاع ده متين وخمسين ده متين ستة وستين. ما ده اللي قبله مباشرة. هو هنا جاي بالمراسيب بتاعتي مزبوطة ستمية خمسة وعشرين. ولكن هو لما جاي حط قطاع تصميمي على اخر نقطة عنده لان اخر نقطة دي منصوب بتاعها سفر. ليه? لانه هو فعليا هنا ملهاش منصوب. فاعتبرها ان منصوبها سفر فف sto صر عمل ايه القطاع? القطاع نازل تحت خالص عندي نقطة مين? نقطة السفر. قطاع نازل تحت خالصترة بصر نقطة السفر او خط السفر لو احنا بسطنينا على خط السفر. هنلاقي ماشي تماما مع مين? مع القطاع بتاعنا. ادي خط السفر هنا. فو اعتبر ان هنا مفيش منصوب. فاحتها على خط السفر. فبالتالي ظهر للشكل اللي احنا شايفينه ده كالخطاعات واللي احنا شفناه في اللي هي عملية اللي ايه عملية ان الخط بتاعنا نحن نشوف ها تاني سريعا ان الخط بتاعنا بينزل مين بينزل بشكل رأسي لتحت خالص تمام كده يبقى اول شيء لما بتظهر معنا المشكلة دي لازم نتأكد ان الخط البروفايل التصميمي اللي احنا مختارينه في الكوريدور ده يكون واصل للحدود بتاعتنا او معديها كمان لو حبينا يعني. في الحالة دي انا وصلها ازاي هي كل ما هو لك انت ممكن ترسم عادي خالص على بتاخد اخر نقطة هنا وبتعمل على نفس الخط تمام كده وبتمد الخط بتاعك ده بتقول له توقف على هي في الاخر وتقول له لنثم لحيز احنا ممدها شوية كل ما هوني لك انا امد الخط بتاعي شوية ممكن امده لغاية النهاية بالزبط لحد نهاية الكوريدور سوري الا الاي منت بتاعي او ان انا ممكن ازوده شوية مش هيخسر اي مش هيخسر اي شيء من خلال الميرست عاملها لحد هنا كده تمام يبقى كده انا ضمنت ان الخط بتاعي تجاوز اخر نقطة من ايه من نقطة تاعتنا من نقطة ايه نقطة الالايمنت بتاعي حلو كده كل ما هنالك لازم بنروح على الشاشة اللي على اليسار هنا هنلاقي الكوريدور بتاعنا طبعا حصل فيه تغيير بنعمل كليك يمين وبنقول له ايه ونقول له ريبيلد. اه هو فيه صوت ولا فيش صوت يا جماعة? ماشي الله على بركة الله طيب زي ما شايفين مباشرة الاسيكشن الاخير تتعدل ولو انا بصيت على الله سوري ان اخر القطاع بقى سليم معي المشكلة دي ممكن تظهر معي في البداية او في النهاية وسببها ان الخط التصميمي بتاعي مش وصل لنقطة البداية او نقطة النهاية ولو حتى بواحد ميلي متر تمام كده؟ زي ما شايفين القطاعات بقت بعيدة عن بعض وكل ما هنالك بتضغط على اي قطاع فيهم وبتقول له update group layout هيبتدي مباشرة يعدل لك الgroup layout يخليهم كلهم ايه كلهم مع بعض يبقى دي كده اول مشكلة بتدقى بنا اللي هي عدم وصول خط التصميمي كبروفيل لحد نهايات الالايمنت بتاعي تمام؟ اه تاني مشكلة بتظهر معنا اللي هي اسطح اسطح الكوريدور نفسه احنا في الكوريدور عادة احنا ما شفنا المرة اللي فاتت لو احنا اخترنا الكوريدور بتاعنا هنا تمام؟ وعنبتدي نقول له انا عايز كوريدور surface احنا ممكن نعمل سطح bottom وسطح top وكنا نكلمنا ان الاسطح عبارة ان انا بقى اختار بقول له نعمل السطح وهسميه مثلا في الحالة دي الحالة دي bottom تمام؟ وبنختار من هنا الكود المناسب بتاعنا حلو؟ وبنضيف على علامة الزائد اللي هنا بينزل معنا فين؟ بينزل معنا في الحالة دي انا اخترت datum من نجموعة اللينكات دي وقلنا اللينكات دي نعرف مين فيهم اللي انا طلبه مناء على القطاع اللي انا مختاره وبروح على القطاع بقول له ايه control واحد بشوف الشاشة الهلبة بتاعته وبشوفها ايه هو اسم الكود بتاعنا في الحالة دي كان عادة ال datum دي الخطوط الصفلة من القطاع وال top للخطوط العلوية من ايه من القطاع فلما عملنا ال datum وقلت له والله برضو انا عايز اعمل boundaries اللي هي الحدود اللي هي الحدود الخارجية بتاعت الكرودور كحدود boundaries outside boundary تمام؟ وقلت له اوكي فالرجل اعمال لي بالفعل سطح ولو احنا بصينا حتى عليه ادي السطح بتاعنا تمام؟ ونقول له برضو objective viewer ده كده السطح بتاعنا حلو؟ ولكن لما احنا ازهرنا بالفعل في القطاعات بتاعتنا هنلاقي في مشكلة زي ما انتو شايفين ادي السطح بتاعي اللي هو اللونه الازرق مجرد ما انا هاختاره هو بيقول لي حتى انت عندك الكوريدور اسمه ده كوريدور bottom تمامكم للسطح ده وزي ما انتو شايفين حصلت معي شوية مشاكل اللي هي ايه ان الخط مش ماشي مع الحدود السفلية اللي انا عايزه مش ماشي مع الحدود السفلية اللي انا ايه اللي انا عايزه وده بسبب حاجة بسيطة جدا اللي هي ايه الoverhang correction دي مهمتها ان هو بيكبر البرنامج ان هو يمشي مع الحدود بتاعته بشكل شبه رأسي لان هو البرنامج طبع ما بيخدش رأسي بالزبط ولكن بياخد بشبه رأسي وما بيعملش يعني هو هنا تجاهل النقطة دي حلو كده هو اخد موشرة من هنا ل هنا لأ فلما بقول له اعمل السطح والسطح ده على سبيل المسال ادي الكوريدور وهاختره بقول له سليكت تمام كده وبقول له انا عايز الكوريدور سيرفز اهي حاجة اسمها الoverhang correction تمام كده كل ما هناك كده انا بقول له الoverhang correction عندي نوعين top links و bottom links ففي الحلقة دي انا بعمل سطح bottom يبقى لازم اعمل له bottom links يبقى هو كده مكايدني بجبره ان هو يمشي وياخد كل نقطة ما ليها كود bottom يبتدي يمشي عليها وياخدها بالتفصيل حلو كده وبقول له برضو add as a breakline اللي ايه للمزيد من التفاصيل وجارج هقول له اوكي بقى بمال له rebuild ونشوف كده السطح هيحصل له ايه هنا اهو زي ما انتم شايفين خط السطح بتاعي التزم تماما بالنقاط اللي هي وقدة او سوري اللينكات اللي هي وقدة وماشى معها بالتفصيل من بداية الحد ايه الحد ان هي يعني احنا كنا نغضيين حتى ده هنا bottom انا ما كنت اشتريبا انا عملت هنا لينك او لغيته معلش ما فيش مشكلة هو لو كان فيه لينك فوق احنا كنا عملناها قبل كده ممكن نعيده تاني اه دي مشا مع bottom بالزبط زي التفاصيل بتاعتي مباشرة ما فيش اي تغيير حصل ايه حصل معي يبقى دي تاني مشكلة بتظهر معنا ان في حالة ان الاسطح بتاعتنا ما بتجيش بشكل مظبوط ان هي ما بتمشيش مع الحدود سواء الحدود ال top او الحدود ال bottom كل ما هنالك احنا بندخل على ال corridor بتاعنا بنقول له select ومندخل على ومنختار من هنا الايه نفس الشيء في حالة لو في top يبقى عندي في top وعندي مين عندي في bottom دي تاني مشكلة بتظهر معنا في القطاعات تانية مشكلة بتظهر معنا على سبيل المثال انا هجيب القطاع اللي هو تسعمية خمسة وسبعين تقريبا اللي هو القطاع ده تمام كده لو انا بصيت على تسعة تسعمية خمسة وسبعين قطاع تسعمية خمسة وسبعين بص علي خمسين خمسة وسبعين تمام انا دلوقتي عملت طبعا ال overhang correction وظبطت معي ولكن نجي نعمل شوية زوم هنا على ان ان الخط الديتا من اللي هو الخط ال bottom بتاعي مش ماشي مع القطاع بتاعي فيه فارق هنا رغم اللي انا قلت له انا انا عايز اعمل ايه انا عايز اعمل ايه انا عايز امشي مع اه اه overhang correction bottom links وكل حاجة تمام ولكن زي ما احنا شايفين ان الخط مش ماشي مع مين مش مع القطاع بتاعي لكن او رجعت مسلا للقطاع اللي قبله تمام كده هنلاقيه ان هو ماشي perfect معاه مفيش اي مشكلة فيه حلو طب ليه هنا ماشى تمام وليه هنا مماشاش تمام المشكلة هنا بديجي دايما في مناطق الكرفات في مناطق الكرفات دي مش هنلاقيها في مناطق الخطوط المستقيمة عليها بس في مناطق الكرفات وهي ايه بقى مشكلة نشوف مع بعض ادي تسعمية خمسة وسبعين نرجع عند تسعمية خمسة وسبعين اللي هو اللي هو ده تمام زي ما نشوفين الرقم واحد مفيش قطاع من الكوريدور لان قطاع اللي احنا ازهرنا ده ده القطاع اللي احنا ازهرناه ولكن الكوريدور نفسه اي خط من الخطوط اللي بالعرض دي تسمى قطاع كوريدور اللي هي خطوط اللي احنا خطاعد منها قبل كده تمام كده وزي ما احنا كنا شوفنا برضو موقع فاتحنا ممكن نضيف آه خط قطاع مجرد ما احنا بنضغط على الكوريدور ما هو funktioniert نقول له add section وبنختار القطاع دوت بحيس ان هو يظهر لقطاع تصميمي زيادة هنا. فهي الفكرة ان هو عمل ايه? ان هو اخد القطاع التصميمي اللي قبل مني واخد القطاع التصميمي اللي بعد مني ورح موصل ما بينهم خط مستقيم. في حين المنطقة دي مفروض لان هي دي منطقة كيرف زي ما احنا شايفين. المفروض المنطقة هنا تيجي كيرف شوي. فعشان كده هو عمل ايه? لو احنا قلنا له تمام النقطة دي مع النقطة دي مع النقطة دي مسلا. شايفين? نحن له كده ونقول له rebuild. سواء الارك ما نزبطش معين على النقطة بالزبط. نحن سويني نهدلها احسن. هاي دي ده هو الارك النقطة دي. والنقطة دي. والنقطة دي. بصوا يا شباب اهو. ادي مفروض ان الخط بتاعي يوصل لحد مين? لحد النقطة دي. ليه? لان هو انا خدت نفس النقطة هنا. وخدت نفس النقطة هنا ونفس النقطة هنا وانا عاملهم بشكل كيرف بناء على مثلا السندر لاين اللي موجود. ولكن هو ما احترمش كده هو اخد خط مستقيم من النقطة دي لحد النقطة دي. فبالتالي عمل ازاحة للخط ده. عمل ازاحة الخط ده. الازاحة دي تيوصل فين? تيجي معنا فين? لو احنا على سبيل المسال اهين جينا اللي هي تسعمائة خمسة وسبعين تقريبا كان اخر واحد تحت. اللي هو هنا ايوه. عمل ليه الازاحة البسيطة دي. تمام كده? للي ان هو شايف كخط هو شايفه هنا. ولكن خط هو شايفه هنا. في الحالة دي انا بعمل ايه? بزود على القطاعات. وهو يفضل في الحالة دي تعمل تعمل الاتي لو انت هتظهر القطاعات بتاعتك اللي هي كقطاعات. هتظهر مسلا كل خمسة وعشرين متر زي ما انا عامل. يبقى يفضل اللي انت تعمل بتاعك كل خمسة وعشرين او من مضاعفات الخمسة وعشرين. الرقم يدينى مضاعفات الخمسة وعشرين. يعني يعني ايه? يعني ممكن اعملها كل خمسة متر. كل ممكن اعمل بتاع Sportler better해서 كل خمسة متر. بس ما يفقدش مسلا اعمله كل عشرة. لان لو عملتوا كل عشرة هيجيب معيه في الثمنمية او كي? في الثمنمية خمسة وبعشرين ما فيش قطاعه فمش هيجوبة نهلو كده? فيفضل انا اعملها مسلا كل خمسة متر. او كل مثلا اثنישة متر ونص. كلام ده هجلو هيخليني اجيب القطاعات على تمنمية تمنمية خمسة وعشرين تمنمية خمسين وهكذا. في الحالة دي كل ما هنالك انا هبتدي اعدل هنا. حتى احنا ممكن نقسم الشاشة نصين عشان نشوف التغير الفعلي ما هو شرطا. عادي اتنين هوريزينتل. تمام كده. وتحت اجيب القطاع الاخير اللي هو كان تسعمية خمسة وسبعين. تمام كده وهنا اعمل على شكل زوم حتى في المنطقة دي عشان نشوف. ماشي ومجرد ما انا هاجي هنا فوق. اقول له والله في الكوريدور. اعمل لي بتاعي. نغيرهولي خليهولي كل كام. كل اتناشر متر ونص. في الكرفات برضو كل اتناشر متر ونص. او مضاعفات تقدر توصلني لمن? تقدر توصلني للخمس وعشرين. مجرد ما بقول له اوكي. وانتظر لحظات. تمام كده. مجرد ما بقول له انتر. زي ما تشافين مباشرة الخط بتاعي تعدل. تمام ليه? لان هو عند تسعمائة خمس وعشرين. بقى ماشي مع مين? انا عملت ار ايه الكرف بتاعي. انا ان هو ادي تسعمائة. سعمائة خمس وسبعين. مشي معي بس طبعا عشان الكرف ده مش مزبوط قوي. ولكن هي الفكرة ان هو مشي معي. اه لشان هو الكرف كان وصل ما بين النقاط. فالنقاط دي اتغيرت. ولكن انا قصدي ان هو هنا عمل ايه? ماشى معي مباشرة على الحدود بتاعتي زي ما انا اين? زي ما انا عاوز. كل ما هنالك الليه? لان هو دلوقتي بالنسباله فيه خط القطع للكوريدور تحت القطاع التصميمي بتاعنا. قصر تحت السامبل لاين بتاعنا. فبالتالي بيجيبني النتيجة صحيحة وبيعمل اللي السطحي صحيح وكل شيء بيبقى صحيح. تمام كده? كدير اولد رايز. تمام. يبقى كده دي تلات مشاكل. الاكتر تلات مشاكل بيزهرون اثناء عمل الكوريدور. واللي هم رقم واحد اللي احنا قلنا عليها اللي هي خاصة بالنهايات وبداية الكوريدور. ودي بترجع ان البروفايل لا ببقاش لي منسوب. دي رقم واحد. رقم اتنين اللي هي خاصة بالاسم الراحمن الرحيم. اللي هي الوفرهين كوريكشنز. عشان اللي يبقى اخدت اخدت للسطحي بتاعي بيبقى ماشي مزبوط مع القطاعات. تمام كده? والحاجة التالتة في حالة لو في تشفيد في الخط التصميمي اللي هو خط السطحي عن القطاع بتاعي يفضل ان انا بعمل ايه? بزود الفريكونسي على الخط. وطبعا من الشرط اللي انا هزود على فكرة الفريكونسي في كل الخط. انا ممكن بس في حالة لو انا عندي قطاع او قطاعين عايز ازود عليهم. يبقى مجرد ما انا بضغط على الكوريدور وبقول له وبشوف القطاع اللي هو مش زابط معي تحت في القطاعات اللي انا عارضها واقول له ضيف لي بس آآ تصميمي في المنطقة دي بحيث ايه? يزودهولي ويطلع لي النتيجة ايه? النتيجة بشكل صحيح. تمام? دي كده اكتر تلات مشاكل بتقابلنا في في الكوريدور. آآ ان شاء الله نكون نغطي لهم بشكل كويس بإذن الله. وآآ احنا هنا اقل نشينا اللينك. طيب. آآ نبتدي نشوف حاجة تانية بعد كده ان شاء الله الكوريدور نفسه آآ احنا بصينا هنا على عش نفتح الكوريدور برو بيرس انه بيجيب لنا الموقف كوريد. طبعا في سطح طب وسطح بوتوم. آآ ليه? ايه فايدة سطح الطب وسطح البوتوم. سطح البوتوم ده اللي بنستخدمه احنا في الكيميات. لان في العادي احنا كميات الحفر والردم بتاعتنا آآ بتيجي color, حد فين يعني مثلا على سبيل المسال القطاع بتاعنا اللي هو. خلينا اخطاعة هنا واقعي مثلا شكلة ارض طبيعية او حاجة زي كده مثلا. خلنف講 ده بسيط وسهل. قطاع ال containment على الردم ايه كان شكلة الاردة الطبعية في مثلا لوو الارد الطبيعي احنا بالنسبة لنا هناك او الارد الطبيعي بالنسبة لنا هناكده. ماشي. ففي حالة لو انا باحسب كميات حفر وردم بالنسبة للقطاع التحت ده. فتالي انا bibamشي مع حدود الشكل بتاعنا بالشكل ده كده. اللي هو مين? البطم بتاع الطبقات بتاعتي. حلو كده حتى نجيبها لعدة الاخر. بحيس نشوف هو البرنامج هيحسب لي ازاي بالزبط. تمام? واعمل كده يبقى الخط اللي هو بالاحمر ده. تمام? ادي الخط اللي بالاحمر ده ده خط البطم اللي احنا عملناه بناء على التفاصيل اللي احنا ايه? اللي احنا عاملينه. تمام? ففي حالة لو انا بحسب بحسب قطع فالقطع بيوصل تبقى الارض الطبيعية اعلى مني. تمام? فلازم ليبقى الشكل عامل بالزبط كده. والبرنامج بيبتدي يحسب لي كل المنطقة اللي ما بين اللي هي تعتبر لو انا قلت الخط ده وللخط ده. اللي هي ما بين كل الخط الاحمر ده كله لحد وش الارض الطبيعية. يعني لازم في حالة القطع انا ما بوصلش لغاية خط الطب. لا لازم بوصل لحد البطم. ليه بوصل لحد البطم? لان انا الحفر والردم دي تعتبر كميات. انا بعملها او ده التجهيز لمين? تجهيز للطبعات النظامية بتاعت الطريق البيتعي. انا لازم اوصل لغاية البطم هنا عشان ابتدي بعد كده احط الطبعة عشرين سنتي بتاعت الاجريجيت. وطبعة التمانية سنتي بتاعت الاسفلت وخمسة سنتي اللي يفويها. تمام? يبقى انا ما نفعش احسب لحد خط مين? لحد خط الطب. في حالة العضلة. في نفس الوقت برضو في حالة الردم. لانا لو هردم لازم اردم لغاية البطم بتاع الطبعات بتاعتي بحيث ان الطبعات بتاعتي ليها سمك نظامي وليها شغل نظامي. اما الحفر والردم اللي تحت لأ انت ممكن بتعمل الردم كل خمسة على حسب طبعا انقطاع الطريق وطب مواصفاته بتعمل ممكن الردم كل خمسة وعشرين كل خمسين كل متر او متر ونص كمان ما فيش مشكلة. ولكن هي الفكرة كلها ان انت ايه اه بتوصل بالكميات بتاعتك عشان تحسب الكميات صح بتوصل لحد سطح البطم بتاعك. اما سطح الطب ده احنا بناستخدامه في اغراض تانية. على سبيل المسال انت مسلا بتخلص المشروع بتاعك كتورو بتسلمه بعد كالزماعيلك اللي شغالين مسلا في قسم الشبكات. فهو بيحتاج سطح الطب عشان يجيب منسوب الاسفلت النهائي عشان مسلا يزبط عليه بما نسيبه بتاعته الكافر بتاعته المانهولز مسلا الانتر لوك ما الى زلك ده يبقى سطح الطب ده بيستخدم في حاجة اللي انا عايز اخد بقى المنتج النهائي للطريق شكل السطح النهائي للطريق عشان ابتدي اربط بيه عناصر تانية. حلو كده? اما سطح البطم بيتعمل عشان خاطر الكميات فقط. ماشي كده يبقى لازم نعمل سطح البطم عشان الكميات سطح الطب ده عشان للجهة اللي بعدينا او لو انا عايز اشوف الشكل السلسي الابعاد للسطح بتاعي بعد ايه? بعد الانتراب منه. حلو? طيب دلوقتي في حالة السطح بتاعنا لو احنا عمنا نشوف السطح العرض الطبيعية وزانة وسطح الطب. احنا ما عملش سطح الطب بنعمل سطح الطب. طبعا هيا فيه خاصية لزيزة جدا في البرنامج هنا. اللي اسمها الدرايف بس انا اخشى ان هو ممكن يتقلم منه. صحيح بس نعمل كده. الدرايف دي بحيس ان انت ممكن تجرب القيادة على الطريق بتاعك حل. كل ما هنالك انت بتدغط على الكوريدور. ناشيه بتقول له انا عايز اعمل درايف اسوق على الكوريدور بتختار خط من الخطوط الموجودة. فانا في الحالة دي هختار مسلا خط اللين دي الحارة دي. تمام? وهقول له انا عايز على منسوب الكراون. حلو كده. وانا بشوف هنا ايه الطريق بتاعي بشكل اه بس ايه الفكرة عشان من الارض الطبيعية اللي مفتوحة وراء دي. اه 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 او كي. واردو السطح. او ايه اه انا مختار نوge شديد اه ااتر طبعا بتغيرو من هنا الشكل لايه شكل الفاتر بتاعتك والسلمش. يعني هو هنا ده كده المفهود شكل الطريق بتاعنا لحظة واحد انا اي سيف حملة الزوم. زد. 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 يبقى يجي هنا. تاني عشان نختار بس ايه? الشكل القطاع بتاعنا. عشان يبين معنا. هلو هاجي هنا على الكوريدور بقول له على الخط ده. انا على منسوب الكراون وبقول له اوكي. زي كده ده الطريق بتاعي لو انت بتحدد طبعا هنا من السرعة وبتحدد له الارتفاع كام. الارتفاع كام من على وش الارض. تمام كده? انت بمكن مسلا خليه يتقول له اتنين متر ونص فقط. ده كده اتفاع اتنين متر ونص تمام? وبتقول له بلاي بيبتدي مشيك في الطريق زي ما انت شايف كده. ده طريق مسلا الشكل الفاينل بتاع الطريق. ولكن زي ما احنا شايفين ده هو هنا بشكل مين? الكوريدورك القطاعات. انا طبعا لغاية الارض الطبيعية يعني ولغاية الايه لغاية سطح البوتو. انا ممكن اعمل نفس الشيء وقزر سطح البوتو. ومسلا ومع مين? مع الطريق بتاعي. زي ما انت شايفين احنا ايه? الطريق اه الى حد ما هو بيبعمل زي عرض للطريق. اه طبعا انت ممكن تزود الصرع بحيس اه بل عملية اسرع شوية. ده كده ايه حاجة في البرنامج نفسه. طبعا في برامج تاني بتقدر تعمل بيها وتزهر لك الحاجة دي بشكل سلاسي ابعاد بقى وعربيات وحاجات كده. فدي برضو بيعمل الشغل ده. طبعا هنا كم فيه عندنا احنا جزيرة. التوسيع في الجزيرة وبعدين ايه? وبعدين كامل. طيب دي دي كده حاجة بسيطة من البرنامج بيقدر يعملها. آآ طبعا لو ازهرنا الاسطح بتزهر معنا ايه? بتزهر معنا اثناء عملية الدرايف. طبعا ايه الدرايف بس شكلا ما لهاش اي ما لهاش اي قيمة فعلية في الشغل بس يعني ايه? اللي هي شكلة كده وخلاص. آآ حاجة تانية كنت عايزة تشرحها على المخرجات بتاعت بتاعت الكوريدور. مخرجات الكوريدور. اللي هي ايه بقى العناصر اللي انا ممكن استخرجها من الكوريدور. دلوقتي انا عملت الكوريدور وعملت الشكل السلاسي ابعاد. وقدرت اتعلق منه سطح طب وسطح بوتوم وما يدل ازهلك. سطح الطب والبوتوم هستخدمه في الكيميات وطولنا هنرجع لها كبان شوية. آآ انا عايز استخرج بقى الداتا دي عشان ابتدي اشغل مين? اشغل الناس في الموقع. على سبيل المسال احنا قلنا آآ احنا بنعمل السابق السيمبلي. قلنا في حالة لو احنا عايز اطلع مسلا الشغل بتاعنا كل مسلا تلاتة متر ونصة او تلاتة خمسة وستين زي ما هو القطاع موجود معنا هنا كده. عند كل تغير يجيب لي المنسب. فانا بعمل من البداية بحط ايه حارات منفصلة. حلو? اما في حالة لو انا عايز اطلع الشغل كل مرة احنا يعني مسلا العرض بالكامل تسعة متر وتمانين فبعمل حارة واحدة كبيرة. بحيس اجيب انا بعد كده استخرج البداية واستخرج مين واستخرج النهائي. يبقى كل ما هو موجود في القطاع بتاعي اقدر استخرجه. يعني ايه? انا عايز استخرج النقطة دي هقدر استخرجها. النقطة اللي دي نفس الشيء والنقطة دي والنقطة دي. وفي نفس الوقت الطبقات دي اقدر استخرج ايه? كل طبقة الوحدة. هو بيقدر استخرج للنقطة دي بشكل ايست ونورس وزد. مفيش اي مشكلة. ولكن انا ما ينفعش اقول له مسلا اديني في نص الطريق هنا ديني ديني راية لان ما ما عندهش هو اي حاجة في نص الطريق هنا هيقدر يجيب عليها. هو هيجيب بس على نقاط اللي موجودة. ودي اللي هنشوفها دلوقتي. فلو جينا في قيمة تمام? وبعدين جينا في في الكوريدور عندنا مجموعة آآ مجموعة بسم الله الرحمن حي مجموعة نقدر نعملها. من الريبورت اللي هو كان نقاط هنلاقي حاجة باسمها مجرد ما ما تضخ عليها كليك يمين وبقول له اكسيكيوت. زي من شافين هو الراجل بيقول لي بيقول لي انت الكوريدور بتاعك اللي انت هتختاره. طبعا عشان لو عندك كزا كوريدور بتقدر تطلعه. اللي انت هستخدمه. وهنا دي الاكواد كلها اللي موجودة في بتاعك. ولو نفتكر في في المحاضرة اللي فاتت عملنا الكودين اللي هو واحد والاتش اتنين فهو طبعا بان البرنامج شافهم يبقى يقدر يستخرجهم. زي ما احنا قلنا بكده اي كود انا عايز اطلعه ممكن تعمل تسميها والضفها الاكواد بحيث ان هو ايه البرنامج يقدر يشوف الايه الاكواد بتاعتك. في الحالة دي احنا كنا نضيفنا الاتش واحد والاتش اتنين. زي المحاضرة اللي فاتت. كنا نقدر نرجع لها حتى عشان نشوف ايه ازاي نضيفهم. تمام. فنضفتهم فقدر استخرجهم. ما دام هو موجودة نقطة على القطاع بتاع الاسمبيل يقدر استخرجها مباشرة. في الحالة دي انت بتشوف النقطة اللي انت عايز تستخرجها ايه? حلو? في نفس الوقت بتيجي تتقول له والله هنا عايز من البداية مسلا لحد النهاية والانترفال كامل. الانترفال يعني كل مسلا خمسة متر كل عشرة متر وما الى زي. هل انا شرطة ابتدي من البداية? لأ الشرطة اوصل لغاية النهاية. لأ زي ما انت عاوز. الرنج اللي انت عايزه هتدهوله. والانترفال اللي انت عايزه هتدهوله. ومن هنا بتختار البوينت كود اللي انت عايزه. فعلى سبيل المسال انا عايز اطلع النقاط اللي الناس هتحفر عليها. فالناس بتحفر على النخطة ايه? نرجع تانين نشوف. والله هيدي لازم هياخد النقطة دي. فمجرد ما انت بتوقف عليها بيقولك دي اسمها كراون سب. تمام? وبرضو نفس الشيعة دي كراون سب او ان هي اي تي دابيو سب حاجة من الاتنين. يما في اخر واحدة خالص نشوفها كده اسمها ايه? اي تي دابيو سب. سب اللي هي ايه? سب ايه? سب بيزو اي تي دابيو اللي هو ايه? تمام كده? يبقى انا هدور على الكراون سب وال اي تي دابيو سب. وعندي هنا برضو. النقطة دي انا حتاجها مسلا النقطة دي اسمها ايه? اسمها او او تمام كده واخر نقطة خالص اللي هي نقطة اتنين فيه تمام دي ً او دي لات. عن دينها مسميين او هون. دي لات او ايه? في حالة الفيل بيسميها دي لات فيل وفي حالة ال 뜻 بيسميها دي لات فت. او لو انت بتسميتها بس بقى مشكلة هيتلها حالتين في بان يلغي لانكله بشير علامة الصحة من قدام بكل مجرد ان انا بضغط هنا وبعدين بقول لولا عايز وعايز 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 من تمام وعايزهم كل خمسة وعشرين مترو بقول له ونبتدي نشوف الريبورت اللي هيطلع معيه شكله عامل ايه? اهو البرنامج بيقول لي والله هي انت عندك في ستشن سفر طلعنا لك اتناشر نقطة اتناشر نقطة طلع عبارة عن اللي على سلطة. طبعا هو بيدي دي لك والنورس والزد وللأوفيس كمان. هنا اندي لايت اللي على الشمال. وبعدين نقطة وهكزا. ونفس الشي لحد ايدي دي وسب. وطبعا كل واحدة. الوفيس بتاعها متختلف بتاعها. تمام? هنا ناقص تلاتة ناقص ستة متر خمسة وستين ناقص عشرة متر وثلاثين وهكزا. ونفس الشيء لحد الريد سايت. وكل ستيشن زي ما احنا شايفين كم كل خمسة وعشرين متر ما فيش اي مشكلة. احيانا بتظهر معنا ايه? المشكلة في الاتي. طبعا هو النوع الملف انا ازهرته على سنوة صفحة ويب. انت ممكن بتغير من هنا. بتتضع العلامة دي. وتريد يتغير نوع ايه? نوع بتاعك بحيس يطلع لك بلف اكسل تقدر يتستخدمه على طول مباشرة. اه دي سهل يعني فيش اي مشكلة فيها. الفكرة بقى كلها في حيات لو بتاعي مش متوافق مع الحاجة اللي انا عايزها. بمعنى ايه? انا دلوقتي اعمل هنا الفريقونسي لو بصينا عليها. ادي ايدت فريقونسي. انا عامل كل اتناشر متر ونص في الكيرفو نشر ونص في ايه? في الخط المستقيم. طيب. نبتدين نشيل اللي بيكتب على الشاشة يا شباب. طيب. حلو. ناشي. لو انا جيت هنا اقول ترى انا عايز والله اطلع كل كل خمسة متر. اقول له انا عايز اطلع هنا كل خمسة متر. وبشير كل ده. انا عايز بس مبدايا انا عايز نقطة الكراون والاتو مسلا. انا سبيل المسال نقطة انفقت وبقول له وابتدي اشوف الريبورت اللي بيطلعني اعمل ازاي? زي من شايفين جاب لي اول ما فيش اي مشكلة. وبعدين فوت لي خمسة وعشرة وخمستاشر وعشرين. ليه? لان فعلا البرنامج ما عندوش قطاع قطاع كوريدور على الاستشانات دي. فالبرنامج مش هيحسبها لك آآ رفلي كده. لا لازم يكون النقاط دي موجودة بالنسبة له. لان احنا زي ما شفنا هو بياخد ايه? هو عنده بتاعه كل كام كل اتناشر متر ونص تقريبا. فهو هياخد خط مستقيم ما بين الاتناشر متر ونص. ما بين مسلا من السفر الاتناشر متر ونص هياخد خط مستقيم. ولكن هو فعليا لو هو طلع لك الداتا بناء على كده بتاعة هتطلع لك غلط وكل شيء اطلع لها خط غلط. ليه? افرد المنطقة دي فيها كيرف فساعيتها مفروض ان هو يمشي مع الكيرف. لا احنا مش هيمشي مع الكيرف. هو هياخد خط مستقيم على الاتناشر متر. ولو طلع لك ارقام على الخمسة والعشرة هتطلع غير مزبوطة. عشان كده البرنامج بيتجاهل مجموعة اللي هي اللي مش موجودة عنده وبيدي لك بس اللي موجودة عنده. فلما يزهر لك الريبورد وفي حاجات زي كده اعرف على طول ان اللي انت طلبه او الانترفل اللي انت طلبه مش نفس اللي موجود فين في البرنامج. فعشان كده احنا بنعمل دايما حاجة اللي هو ايه انا بعدل بقول له بناء على الحاجة اللي انا عايزة اطلعها. مبدئيا. وبعدين ممكن ارجعها تاني ما فيش مشكلة. يعني في الحالة دي على الكوريدور نفسه. بيحسنني من شكل السطح ومن شكل كل ايه الطريق بشكل عام. ليه? لانه بيحترم بقى الكرفات بشكل احسن وما الى ذلك. في الحالة دي انا قلت له تمام? وبقول له انا عايز نقطة ونقطة ال اي تي دابيو. بقول له كريت ريبورت. ادي زي ما احنا شايفين بدأوا بالصفر خمسة وعشرين اه انا اطلق خمسة وعشرين متر انا اسف انا عايز كل خمسة متر. انا اسف ما عليش سمحونا. كريت ريبورت. زي ما احنا شايفين اه بقى جاب لي صفر خمسة وعشرين خمسة وقاب لي النقطة اللي انا عايزة ال اي تي دابيو والكراون وكل واحدة الستيشن الافسيت الاليفيشن والاستو نورس والزيد والافسيت كمان بتاعها من السنترلين لحد اخر نقطة اللي هي كان خمسة وستين. اه في سؤال سريع كده هو بيقول له كيفية استخراج اخر محطة من الكوريدور? انت ممكن ممكن تكتبها هنا. او لازم يكون عليها قطاع على على الكوريدور. هل ليها قطاع الكوريدور? تقريبا لها. لنشوف كده اخر اخر ستيشن خالص. اخر ستيشن خالص. واحد اتنين ستة واحد تلاتة. هيطلع ما طالعاش. اه ممكن لانه ممكن نكونش واحد تلاتة بالزبط. عشان نتأكد منها حتى. هاتي. وشوف طوله بالزبط كام? كنترول واحد اتنين سبعة. لان هو اخر واحد اتنين سبعة. لو طوله كوبي. تمام? وجيت هنا على الريبورت ده. انا عايز. اللي هي واحد. واحد اتنين ستة ستة واحد اتنين سبعة. ولو برضو ما ظهر ليش. واحد اتنين سبعة. طيب اه هو اخر اخر محطة يعني انت اخر محطة بالزبط يعني. واحد اتنين سبعة برضو مش هيطلع. طب هو بص ممكن تطلع النقاط دي اه على الرسم او ممكن بلاستخدم حاجة تانية في التولز اه في التولز نفسها. في الزرادة الحديثة هتلاقي حاجة سبعة مثلينية اه تولز الريبورت هتلاقي الكوريدور برضو هتلاقي كوريدور ممكن تزهر معنا هنا افضل. هنا بناقدر نتحكم في البيانات اللي طلعة ايه هي شكلها ايه ايه الترتيب بتاعها ايه. ونفس الوقت بقول له انا عايز بتاعي ده. النوع النقطة بتاعتي ايه في الحالة دي هقول له انا عايز اخر خالصة اللي واحد اتنين ستة ستة واحد اتنين سبعة. ولو قلت له كريت ريبورت ممكن تطلع برضو نفس الشيء ما طلعتش. اه ممكن تطلعه مع الرسمة بعدين تاخدهم بقى انا اسف معلش. لاني مش راضي تزبط معنا. انت تطلعهم على الرسمة وتاخدهم من على الرسم. لان هي دي اخر ستة يعني خلاص ما معيش يا محمد لاني مش راضي تزبط معي خالص. دي ممكن تطلع على الرسم. تطلع على الرسم من خلال اللي انت بتعمل يعني بتقول له بوينت بتقول له انا عايز اللي هو كريت كوجو بوينت فروب كردور. تمام? وهو بيدي لك حتى بتاعك. فانا ما احنا اخترنا مسلا الرينج اللي انا عايز في الاخر خالص اللي هو واحد اتنين ستة. ستة بوينت واحد. تمام كده قلت له اوكي. انتظر على اللحظات. هو اعمل لي نقاطع على الرسم. هلا بس ما يكونش اهنك بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تضافها هي موجودة في سراعة. يعني هو اخر موجودة في اللي هو حتى عدت عليها خط خط قضاء. اهو ابص هنا ازهر لك هي النقاط بتاعتها عشان احنا اخترنا كل النقاط في طبعا ايه ازهر لنا كل النقاط بتاعتها هنا. حلو وعملها لك في نفس الوقت في جروب. اللي هي رقم اتنين دي. كل النقاط بتاعتك بالكود بتاعي. يعني انت لو جيت بسيت حتى على النقطة نفسها. ايه اعتليه مسلا النقطة هنا. حلو كده والزد بتاعتها والديسكريبشن بتاعي اللي هو الكراون او الكراون سب او الكراون ما الى زلك. جاب لك كل تفاصيل ايه? كل تفاصيل بتاعتها. حلو كده الحالة لو انت اظهرتها على ايه? على الرسم. طبعا نضيفها هي موجودة في بتاع المشروع ان هي اخر نقطة. فلو ما زبطتش معك في تقدر تطلعها من هنا وبعدين تطلعها ايه? تطلعها في الاكسل يعني. المونايك اللي انا عملته اللي انا بضغط هنا وبقول له انا عايز اعمل البوينت اللي هي كريات كوجو بوينت فروم كوريدور. تمام? بتحدد له رينج معين. ففي الحالة دي انت بتحدد له على حسب اللي عندك. وبتحدد له النقاط بتاعتك. وهو بيعمل نيو بوينت جروب نيم. فبيسمي لك بيعمل لك بوينت جروب جديدة. الاسم بتاعها على اساس المسمى اللي انت بتختاره. والاكواد اللي هنا وفي نفس الوقت النقطة اللي بتطلع لك على الرسم بتاخد لك نفس الكود بتاعها ايه? اللي موجود فيه على حسب الكوريدور. تمام? كده دي اللي هي اخر ايه? اخر نقطة ممكن نستخرج. اه دي دي واحد من الانواع الريبورتس اللي موجودة. في ريبورت تاني موجود اللي هو الدي لايت ريبورت. تمام? بس ده لما بتيجي نعمله على سبيل مساء. لو ما فيه في حاجات لما بنيجي نعملها هيقول لك لأ ما فيش في الرسمة. فحالة دي لازم انت تعمل الاول عشان يبتدي يطلع على اساسه يطلع عليها الداتة دي. طبعا احنا عشان عاملين فمش هيطلع لنا الارور ده. تعمل كليك يمين وتقول له تمام? وزي ما انتم شايفين هو هنا بيدور على السامبل لاين معين. يعني السامبل لاين اللي انت مرتبط بالالايمنت ده. فلو مش موجود عشان يطلع لك ايه هو ليقول لك لأ ما فيش سامبل لاين فبالتالي مش قدر اعمرك الريبورت ده. فالحالة دي بيختار له الاليمنت بتاع اللي هو سامبل لاين بتاع اللي انا عايز اطلع عليه الداتة بقول له الرنج من الى. فهو بيطلع لي بناء على بتاع مين بتاع السامبل لاين هنا. مش بتاع الكوريدور. يعني هو رغم ان هو كوريدور اه ولكن هو يطلع لي مسلا انا عمل هنا القطاعات كل خمسة وعشرين فهيطلع لي الداتة كل خمسة وعشرين. لو عملت القطاعات كل خمسة هيطلع لي الداتة كل خمسة. تمام? لو قلنا ايه كرييت ريبورت اهو. هيطلع لك وقول لك والله انت عندك سيفل. حلو كده. دي لايت اللي على الشمال بتاعها كام واليست والنورس والزد بتاعتها كام. ونقطة دي لايت اللي على اليمين. الافست بتاعها كام واليست والنورس والايه والزد بتاعها. ولكن كده الريبورت بناء على مين على الخط بتاع السامبل لاين. هنا بياخد بنائنا على خط السامبل لاين. ماشي هو كل كل خمسة عشرين لحد النهاية. تمام? ده اللي هو الريبورت الخاص بالديلايت لاين. هنا بقى فيه كان حاجة لسه حتى كنت انا ما اجرب فيها وما زبطتش بس عرفنا لكم مشكلة فيه. اللي هي طبعا الفيتشار لاين نفس الشيء لو انت عايز تطلع فيتشار لاين ريبورت يبقى الفيتشار لاين اللي انت هتختار ويطلع عليك ريبورت عليه. اللي انا عايز تطلع اللي هو زي السوبر بتاعنا. السوبر هنا اه طبعا متغير. اه فانا ده المكان الوحيد اللي بتقدر تطلع بيانات السوبر على حسب الخطوط اللي انت عايزها. الفريكنسي اللي انت عايزه. فبتقول له تمام? هو برضو بيشوف لك هنا بنائنا على السامبل لاين اللي موجودة. فسامبل لاين كل خمسة عشرين متر فهيتطلع لي الميول الجانبية كل خمسة وعشرين. ولكن نبص كتا مع بعض فبقول له كرييت ريبورت. المفوضة ان الطريق بتاعي الستاندرد بتاعه ناقص واحد ونص. حلو كده. واحد ونص واحد ونص وبعدين اه البيول بتختلف. ولكن زي ما شافين هو جايبني هنا واحد واحد من عشرة. انا سرعة عادت ادور عليه ما 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 عرفتش المشكلة فين الا لما يعني ربنا هديني وعرفت المشكلة فين. المشكلة ساعدتكم اللي احنا عملنا ايه على سبيل المثال هستعزينكم ننجب على زوم هنا. احنا عاملين هنا او صوري عاملين لينك هنا او برا عن لينك زيرو عشان اخذوا انقل المنصوب بتاعي من سنتر الخط سنتر لحد ايه ايه اتج جزيرة وفي نفس الوقت بيبقى ده خاص من بالتوسعة بنبتدي ايه نا نا نوسع ونداية الجزيرة بناءا على ايه بناءا على الخط اللينك اللي موجود هنا. طبعا اللينك ده انا انا عامل له اومت زي ما احنا عارفين بنعمل له اومت وبنفك اومت عنه او بنظهره ازاي بنضغط على اللي هو الخط بتاع السؤال الاسمبلي بنقول له اسمبلي بروبيردس وباختار من هنا على هاي مسلا الايلاند احنا بسميه ارتي ايلاند طمعا من المحاضرة اللي فاتت الشباب اللي متابعين معنا فنقول له ما هناك ان انا بغير له الحالة بتاعته من اومت لينك هو هنا بقول له ياس لأ انا بقول له انا عايزها نو اومت لينك يعني اخفوه لي من اين من على الرسم وفي نفس وقت ما بيزهرش معك في ايه في التفاصيل بتاعتك او ظهر معي ليه الخط بتاعي هنا فهو دولة يقول له ما هناك ان هو اه واخد دي في عين الاعتبار فبالتالي الريبورت طلع غلط ففي الحالة دي لو انت عايز تطلع لين مزبوط هتتطر ااسفا اللي انت تشيل مبدئيا بس ايه طبعا في كزا حل ولكن الحل السريع ان انت ممكن تشيل دي مبدئيا على سبيل المسال بتقول له ديليت حلو كده وبعدين كده هو هيجيب لك اللين بتاعتك هنا وهتعمل للكوريدور حلو ده كده حل يعني مش مش عملي قوي ولكن ما ابدأ اياه احنا عملنا دولة انا عملت للكوريدور وجيت بعد كده هنا اقول طول انا عاميز اعمل لين ريبورت سلوب ريبورت واقول طولو كريات ريبورت عناي ايه عن رايد سايد جابها لي جابها لي مزبوط وعن ليفت سايد لسه زي ما هي فعن رايد سايد القيمة هتطلع لي ايه هتطلع لي مزبوطة بعكس مين بعكس ليفت سايد حلو كده فالحالة دي يفضل ان انت ايه ممكن تعمل الحركة اللي احنا عقلنا عليها دولة دي ان انت بتشيل اللينك ده لان هو اللينك ده هو او مفيد معانا في كل شيء بس مش هيطلع لك اللين ريبورت اللين سلوب ريبورت مش هيطلع لك مزبوط اول ان انت ممكن بتعمل اسيمبلي تاني حلو كده وبتعمل كوريدور تاني على سبيل المسال انا هعمل اسيمبلي في حارة وحارة مسلا يعني مثلا احنا على سبيل المسال عملنا اسيمبلي اسيمبلي زير 11 مسلا تمام وهامل له كنترول وتلاتة السوبر ماركت. وبقول له مسلا حارة ايمين وحارة شمال عايزين لين. حارة ايمين. الستاندر بتاعها كان ناقص واحد ونص. تمام? حارة ايمين واختها شمال. ودي هتدي له السلوب بتاع الطريق بتاعنا اللي هو احنا عندنا العليمين اللي انا عملت تريبا. الهنا دي. والتاني ده هنا. مين? الخام كده? وفي الحلقة دي بعمل تاني. على نفس الالايمنت ونفس مين ونفس التفاصيل بتاعته اللي هو الفي جي اتنين. وبقول له بسم الله الرحمن رحيم. بقول له الزيرو 11 ده. وبقول له اوكي. انا عايزة فريقونسي يقول له 25. انا هاخد الفريقونسي بتاع السامبل لاين. في دولاتي او عمل لي كوريدور تاني غير الكوريدور اللي موجود. ومعي انا قريدي السامبل لاين. كل ما هنا لكن انا هضغط على السامبل لاين. اقول له add more sources. سامبل more sources. وباختار له مين الكوريدور الجديد. تمام? وبقول له اوكي. انا هضيفه بس مبدعيا. حدا ما طلع اللين? slope. طبعا هو هنا واخد مين? واخد انهي كوريدور بقى. انا واخد الكوريدور رقم واحد. ارزير واحد. او دعوتي الاثنين بمنافس مسمى. استواني انا اسف. ارزير واحد ده شو واحد اه فساعت احنا ممكن نلغي ده من السامبل لاين. نلغي الكوريدور دوت. احنا دخلنا على السامبل لاين. ولو سامبل more sources. ونطلع الكوريدور اللي موجود. اللي هو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده. ده الاساسي نقول له remove. ونقول له اوكي. ولو نجينا في التول بوكس. الين report. هو لسه شايفت نفسه. ساعته بقى ممكن نعمل سامبل لاين جديدة. انا اسف معلش. نضطر نعمل سامبل لاين جديدة. ونبتدي نشتغل عليه. هادي السامبل لاين جديدة. للمسار بتاعي اللي هو الروت زير واحد. برضو بالعيير بتاعته. انا عايز الرينج كل خمسة وعشرين متر. وبقول له اوكي. اوبر رايد اجنور. اجنور. اجنور الابادمنت. انه هو الريدي سامبل لاين. اقول له انتر. طب كذلك سامبل لاين رقم اثنين. لو جينا قلنا له لين سلوب. اكسيكيوت. ووقت نفسها لي. خيرا. يبا احنا على انتر قد ان نعمل. واقض نفسها. بسم الله الرحمن الرحيمة. نفسي. نحن فقط في سامبل لاين تانية هنا. نهدي اللاينت. لا واشهر نفس السامبل لاين. ما احنا ما ادلنا رقمه لكم السامبل لاين جديده انا لان احنا ماش نعمل لاينج جديدة انا ااسف. سامبل لاين له تعامنا. وهنا سقول له نحن Merí A можно working. Create Sample Line Group. يبقى انا كنت اعملي الواحد جديد hereongo وزب ما احنا شايفينه. ولا مش عايز القديم اللي هو البيزيك ده انا عايز اللي هو ايه? واحد ما بين قصين. برضو انا عايز كله اوكي اوكي. اهو كده عمل لي حتى واحد تاني فوق منه. كده لو انا عملت هنا بتاعي هيطلع لي اتنين موجودين. ساعتها باخد بس مين? باخد اللي هو التاني. باشيل ده هو بقول له مفروض يطلع سليم. ان لم يكن. لا. في حاجة مش مزوط. احنا خطرنا حاجة مش مزوط بلاين ثلاثة ده ده. احنا مش مختارين الكوريدور الصح يا شباب ولا ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. الكوريدور اللي هو ده. هو ده. طيب ونزل 11 اوكي افلاي. كده المفروض واخد اوكي تمام. حتى شفته select. عايزين objectivior للتأكيد. طيب اول واحده. اوكي نفس الكوريدور الاول ليه? خيرا. او وقت نفس الكوريدور الاول. عشان باللاين. ده ايه. اكيد في حاجة مش مزوط انا عملتها انا ياسف معلش. نبص تاني. ادي بقى فايدة اللي احنا ايه. بنسجل الاول بعدين اه. وبعدين نعمل لكم. هدي كوريدور ومفروض اخد الاول او مفيش نرش كده. طيب هو يفضل ان انت لو كده معلش بقى تعملو الكوريدور هتطلعو اللينز الاول. تطلعو كوريدور بسيط الاول. تطلعو بالسلوب وبعدين تعملو اللي انا مش زبطة مع ايه. عمالها بقى شوفها بقى ارد عليكم فيها تاين. لان كانت مفروض عملنا اتنين كوريدور مفروض تزبط ما زبطتش بقى. معلش. طيب ده بخاص باللين سلوب فهو اللين سلوب هزي ما نشوفه احنا شاننا بس الحتة الافق اللي هنا زبطت معنا. ولكن اه غير كده اه مش هتوزبط معنا. بزيات الحتة الايه? الافق اللي احنا عملناها. طيب اخر حاجة معنا فيه طبعا وفيه هنا هيتلقوا في ايه? عشان احنا ما عملناش كميات لسه في فمش هيتلقى. سلوب ده اللي هو بتاع النقطة الخارجية خالص. نقطة طلاق الارض الطبعية مع مين? مع اللي يسمعها النقطة طلاق الارض طبعية مع الميل الجانبي. سلوب لو احنا قلنا عليها. قلنا له انا عايز اه نقطة الديتا اد حلو كده. لينك الديتا ببريدان لعن لينك الديتا وبقول له كريت ريبورت. ونشوف مع بعض كده. دايلة هنتقل علينا انا بالامج بالصورة كمان الريبورت بالصورة. طبعا هي نقطة الديلات احنا ممكن نستخرجها اساسا من ايه من الريبورت. هنا هيطلع لنا شكل القطع زي ما انتم شايفين بطلع لي شكل القطع بتاعي وتحت منه هنا كل نقطة الكود بتاعها ايه بتاعها ايه والليفل بتاعها ايه. ونفس الشي برضو الميولي الجانبية يمين وشمال. يعني برضو هنا اللي هي ايه الحارات اللي هنا. ده كده ميل الحارات. ونقصوا واحد ونص ونقصوا واحد ونص ونص وكزا. في نفس الوقت يجعب لي النقطة بتاعي. مسلا دي نقطة واحد حاطتها لي. نقطة اتنين حاطتها لي. حاطت الار او دابلي وبعت لها اي دي دابيو اي دابيو اي دابيو اي دابيو. تمام كده والديلات اللي برة خالص. نفس الشي القطعات كل كام جول كام جول خمس وعشرين متر زي ما احنا شايفين. بعد كده الاستخراج النقاط هو طبعا الاكسر استخداما اللي هو بتاع. لو ما ظهرتش معاك هنا او ما عرفتش تطلع من هنا الحاجة اللي انت عاوزها بتستخرج من هنا. وطبعا احنا كنا عملنا فيديو بالمخصوص الموضوع ده في حالة لو انت عندك اه في السطح بتاعك عندك سوري في اللي انت بتاع عندك اللي هو فما بتطلعش النقاط بشكل سليم. ساعتها بتلجأ مباشرة بتدخل على القايمة البوينت بتقول له انا عايز من البوينت اعمل اه بتختار النقاط اللي انت عايزها بتظهر لك على الرسمة مباشرة وتقدر بتستخدمها بشكل سوري تستخرج من جروب بتاعت. اه اتمنى تقول ان احنا كده يغطينا الكوردور بشكل كبير مع القطاعات بتاعته مع الحاجة بتاعته وبعا كده ان شاء اللي انت بلوقتي هنخش المفوض على السامبل لاين. فلو حد عنده حاجة قبل ما نخش على السامبل لاين. حد عنده اي اي استفسار بخاص بالكوردور. لو سمحت جمعنا عندها اسأل بس يا من رايزها. اي في الدكتور بوسينام بيقول عندي سؤال على البروفايل ممكن? ماشي مش كنا اتفضل. هل بفتح الحلقة المايك? كيف اظهر الاعمدة على البروفايل? اعمدة ايه? لو يكلمنا لو ينفع يكون افضل. اظهر اي حاجة على البروفايل اهم حاجة الحاجة دي بمنسبها. لو انت عندك مسلا عمود زي ما انت بتقول العمود ده عبارة عن ايه لو هو سري دي بولي لاين. اه لان احنا كنا اظهرنا بلا كده لو هو سري دي بولي لاين او فيتشار لاين او ايا كان العمود اللي انت عايز تظهره. اضغط على البروفايل بتاعك حتى هنا انا كده باختار عناصر. والعناصر ده زي ما انت شايف هو دروز اوتوكاد او سيفل سري دي هي عناصر اوتوكاد. وانا بتضغط عليها بتختار بقى العنصر بتاعك هو ايه. اه سواء بقى هو بوينت عادية بوينت كاد بوينت سيفل اه سلام عليكم. عليكم السلامة الله بركاته. اه بما انه انا عراقي فممكن تكون في مشاكل في اللهجة فعذرونا على حضر. اه لا اهمة كبيرة اصدر اصدر ان شاء الله. الله يعني مثلا اه على سبيل مثال لو كان عندنا البروفايل لجسر او مجسر صغير. اه فكانت تحت اعمدة. ممكن هذي الاعمدة بارتفاعاتها تظهر على البروفايل او ما ممكن. اه سعيدها يفضل ان انت ترسم اه العمود ده باللفل بتاعه. يعني انت مسلا عندك العمود رأسي. حلو كده. اه انت عايز تظهره على الرسم. ممكن على سبيل المسال ممكن ترسمه نقاط ويظهر معك على الرسمة نقاط. يعني مسلا انت في في الطبيعة هتاخد على سبيل المسال هتاخد لنقطة البطن بتاع العمود ونقطة الطب بتاع العمود. يبقى كده عندك نقطتين. حلو كده. معي هندسة. طيب انا اعتبر ان انت معي. اه فلو احنا عندنا نقطتين. طب انا هو الرنج بتاعنا هنا. نفتح بس سطح الارض الطبيعي عشان نجيب رنج ورايب من هم. معاك ان شاء الله معاك. طيب. احنا عايزين سطح الارض الطبيعي. لان هو اصلي هالفكرة ان العمود نفسه عشان انت ترسمه سلاسي ابعاد. لو هو مرسوم سلاسي ابعاد هيجيلك معاك هناك. ولكن في الحالة دي انت مش موجود معاك سلاسي ابعاد العمود. فاحنا كل ما هنالك. احنا مسلا ايه? على سبيل المسال انت لو عندك انا نفترض ان ان عندك ثلاث عمدان في المنطقة دي. ادي مسلا عمود هنا كده. في النقطة دي. حلو كده. ده عمود تمام? وفي عمود التاني اخوه مسلا بعد منه بشوية. كده مسلا. حلو? طبعا ايا كان بقى شكل العمود ايه وما الى ذلك. طيب. انت عندك العمدان دي. حضرتك بترفع على كل عمود آآ نقطة او نقطتين اللي تيمكن ببسله. يعني مثلا نقطة من من السايد ده ونقطة من السايد التاني. تمام كده? آآ ففي الحالة دي مسلا انا اعتبر ان هنا انا اخد من النقاط منسوب النقاط دي من الارض الطبيعي. فانا هقول له هنا نقاط من السطح ونرفعها احنا بعد كده بقيم مختلف. راندوم بوينت تمام? السطح اللي انا هاختاره اللي هو سطح الان جي ال. فمسلا انا هحط نقطة كاني رفعتها من الطبيعة نقطة هنا. حلو? نقطة تانية مثلا في المنطقة دي. حلو? وانا عندي هنا مفهوض الجروب اللي هي الالبوينت مفهوض تقريبا. المفهوض يزال معي نعمل الان جي ال اللي ده اللي افلو. آه. عشان ترتيب بس النقاط انا اياسف. بنرفع الان جي ال الالبوينت وفوقه احنا عملنا نقطتين. نقطتين ما تعملوش. طيب بنعمل نقطتين تانيين انا اياسف معلش. بسم الله الرحمن الرحيم سيرفيس راندوم بوينت. سطح الان جي ال. نعملو اوكي. نعمل نقطة هنا اه نقطة هنا. وما بيستعبالش لنقاط جديدة غير. غريب. طب ماشي بوس انا هاخد نقطة من سطح الارض الطبيعية هستعزينك معلش. نما شافه هو بش بزال نقاط ليه غاية. مفهوض يزال نقاط عادي هنا. منصوب ها ودي هنا. منصوب ها ر اي. مغريبة بسم الله الرحمن الرحيم. طب ماشي هنستعزينك هافه بس الملف وافتحه تاني. بسم الله. نعمل على سبيل المسال. اللي دا دا عامول موجود. وهبتدي اعمل انا نقطة جديدة. في الالبوينت دا. هرفعها فوق. دي كده كل النقاط ظهر معي. تمام. هبتدي اقول له نعيز اعمل بوينت على السيرفيس. راندوم بوينت على سطح الارض الطبيعية شبس نجيب منصوب لها. نقطة على. نيرست على الخط هنا ديسكريبشن. اتش تو. زيرو. ماشي. نعمل نقطة تانية هنا. نيرست. اتش تو زيرو. تمام. دلوقتي النقطتين دول انت خدتهم مسلا ناسبلت يمسروا العمود من تحت. حلو كده. مفوض في نقطتين زيهم اختهم يمسروا العمود من فوق. فعنا نعمل كوبي للنقطتين دول. دي ودي. سي كوبي كده. اللي هما يمسروا العمود مسلا منين من فوق. اقول له اوكي. وهرفعهم مسلا متعة ثلاثة متر بالفوق. منصوبها اختلف. ايه اختلف منصوب? هرفع وسط ايه? ثلاثة متر اعلى. مسلا يبقى هنا اربعة. حلو? والنقطة الاخيرة اللي هي دي. اخلي منصوبها هنا اربعة. تمام. يبقى انك انه عندي الاربعة نقطة دولة. الاربعة الاربعة دولة يمسروا العمود من تحت والعمود من فوق. حلو? مجرد ما انا هاجي على الابج. سوري الابج. سوري الابج. بتاعك. دي دي تقول له والله انا عايز اعمل بروجيكت اوبجيكت تو بروفايل فيو. فبيسألك ايه العناصر اللي موجودة انت عايز ترفعها. ففي الحالة دي انت هتختار له الاربع نقاط بتوعك اللي موجودين مين? اللي موجودين على الرسم. اللي اقول انت رفعتهم بالفعل من الطبيعة. حلو? اه في حد رسم حاجة يا شباب على الاربع نقاط هنا. هما بيزرولوك زي ما تشاف بيزرولوك بالبنسوب بتاعهم على البروفايل. مجرد ما هقول له اوكي. ونرجع هننشوف البروفايل. اهم. ادي نقطتين اللي زهروا معاك على الارض الطبيعية. وفي نقطتين تانيين. بس وما طلعوا بره حدود السطح تقريبا. اه اهم. مش عشانة بس زهرين الكتابات. انا اخفي الكتابات بتاعة النقاط دي. انا مش عايز كتابات اهو الكتابات زهرت معي. لا. خلص ما فيش مش كده انا هلغيها من ايه? هلغيها من الرسم الكتابات. اهي. بقى نقطتين اللي على وش الارض الطبيعية. وفي نقطتين تانيين اللي هم هنا. فمجرد ما انت بترسل من الخط بتاعك على الرسم بتاعك هنا. لو انت حبيد تزهرهم ادي النقط. خلص انت معاك النقاط دي بمناسبها. ومعاك ايه? باللوكيشن بتاعها بالزبط. فبيزهر معاك العمود. وفي نفس الوقت بياخد لما انت عامل اللي هو الخط بتاعك بسكيل. هذا يصوري الشكل بتاعك اللي هو البروفايل بسكيل. هو طبعا احنا عاملوه هنا سكيل رأسي عشرة. بناء على البروفايل اللي موجود. لو انت حتى غيرتو الجراف اللي هو عشرة. لو غيرتو مثلا خليتو مثلا واحد. اللي هو واحد وان. هتلاقي الخطة ماشي ما بقاش نزبوط معاك. ولكن فعليا النقاط بقت نزبوطه معاك. بكده ده فرق بالزبط اللي اربعة متر اللي احنا اختار او التلاتة متر اللي احنا اختارناه. حتى لو شاكنا من هنا اللي هنا. هتديك مين? التلاتة متر اللي احنا ايه اللي احنا غيرناه. فدي كده ازهار اي عنصر. الانصر بتاعك مرسوم سلاسي ابعاد ثري دي بولي لاين. انت ممكن توصله وترسمه مع بعض ثري دي بولي لاين. يوزبط معاك ويجيبه يقدر تجيبه هنا. يعني لو احنا حتى جربنا نعمله ثري دي بولي لاين هيك. نعمل ثري دي بولي. تمام كده? ما بين النقطة دي بلي دي. بلي دي. بلي دي. تمام كده? هبتدي اشوفه هيوصل معنا هنا ولا لا? نضغط هنا ونقول له اوبجيكت. ثري دي بولي لاين هيشوفه. اه شافه. وبقول له اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه زي ما انت شايف هو رسمه لك الريدي العمود بتاعك مباشرة. ثري دي بولي لاين. الله يفتح عليك. الله يبرك لك. ما ايش يطورنا في الشرح بس. يعني انت ارفعه من تحته من فوق. نقطتين من هنا ونقطتين من هنا. وترسمه ثري دي بولي لاين هيزبط معاك مباشرة. في نفس الوقت هتأخذ العنصر له هيتغير معاك. يعني انت مش محتاج. انا مثلا غيرنا البرتكل سكيل خليناها مثلا عشرة على سبيل المسئل. وقلت اوكي اوكي. هيزبط معاك تغير معاك مباشرة ما فيش مشكلة. لان ده دولاتي عنصر جاي مباشرة من هناك. الله يزيك خير بارك الله. تستم بي الله خليك. طب حضرك في سؤال مونس عبد الرحيل بيصر عايزة استخرج نقاط تشغيل الفرمة والسن وطلعها اكسل. بص هو الفرمة انا ما عافش مصطلح الفرمة ده تقريبا انه هو خالص والسن الحاجة زي كده بس ايا كان. طيب بص ياسيد انت عندك ادي قطاع بتاعك لو سعبيني المسال الفرمة اللي هي تحت هنا. صح كده? انت النقاط اللي بتاعتك دي اللي هي تعتبر والكراون زائد. انت عايز النقطة بتاعت مين? النقطة اللي احنا وانا عليها اللي هي دي. والنقطة الاخيرة خالص اللي هي مين? اللي هي. حلو? ده بناء عليها على القطاع. انت بتبص على القطاع بتاعك وبتجيب المساملات من القطاع. وبتيجي بعد كده في في البيتبورت بتشيل اللي انت مش عايزه وبتخلي الحاجات اللي هي والساب والهنج دي والديلايت. طبعا من كده اللي اربع نقاط اللي احنا عايزينهم. وزي ما احنا قلنا الفريكونسي هنا اقول الانترفي هنا بناء على الفريكونسي اللي انت عامله هناك. لازم يكون مطابق. عايزة كل خمسة متر فبتقول له كل خمسة متر. بتغير له من هنا تقول له والله انا عايز بتاعي اكسل. هلو بنحفظه مسلا عن ديسكتوب. وقل له كريت ريبورت. وننتظر لحظات بيزهر لك على طول الربورت بتاعك وبارة عن طبعا عشان انا هنا الفريكونسي مش نفسه. اهو انا عندي هنا الاست والنورس والزد. حلو كده لكل نقطة من النقاط بتاعتك. كل ما هنالك ان انت ممكن تيجي اه هنا وتبتدي تعمل على سبيل المسال بتعمله بناء على الكود. بتلغي مسلا من هنا بتقول له وبتيجي هنا بتعمل له فلتر. حلو? بتقول له والله انا عايز النقاط اللي هي تسمى مسلا على سبيل المسال نقاط الديلايت. فبتشير كله وبتخلي الديلايت وبتقول له اوكي. دي كل نقاط الديلايت بناء على الاستشينات بتاعك. زي ما انت شايف. ليفت رايت ليفت رايت ليفت رايت واحدة كزا. اه لو هتطلغبط تطلع كل نقطة الوحدة. يعني مسلا انت عندك المجموعة هنا كلهم طلعين مرة واحدة. لا. انت ممكن تتعب شوية تقول له والله ما لا ما طلعيش كله. طلع لي بس نقطة الديلايت عالكل. فبتشيل كل ده. او صري الديلايت اللي هي كانت هنا. حل? وبتشيل مباشرة ما بيبتدي يطلع لك مين? يطلع لك النقاط بتاعتك. اوه انا عملتها ايه كريت رايت اكسل لس عشان ده مفتوح. لازم يتقفل. دونت سيف. كريت رايت رايت. هيطلع لك القطاع بتاعك. اوه. دي كده نقطة الديلايت اللي عندك يمين وشمال. ايست ونورس وزيد. تطلعها للشباب ويشتغلوا الفيرمة. وما الى زي. انت عايز بقى الطبعات برضو حتى لو الطبعات نفس الشيء. الطبعة بتاعتك على سبيل مسلا انت عايز طبعة تانية اللي هي اللي جوة دي. طب ماشي الطبعة دي اللي هي اسمها هي بتقف على الكود. يقول لك والله اي تي دابليو بيف اي تي دابليو بيز. واخد بالك بتاخد الكود من هنا وتروح تفعلها من هنا. ولو مش عارف تطلعه من هنا. شوف الحرة اللي انت مستخدمها وتعمل كنترول وتلاتة تفتح السوبر ماركت. كليك يمين هنا وتقول له وتنزل شوية كده هو راجل بيجاب لك كل نقطة الاسم بتاعها ايه والكود بتاعها ده عبارة عن ايه بالزبط. مسلا النقطة دي اللي هي دي اللي هي بتشوف رقمها من هنا عبارة عن كم بتاخد الرقم وتشوف الكود بتاعها وبتقدر تستخرجه مباشرة. برضو حبيت رايح نفسك خالص اعمل ماركت بوينت على الحتة اللي انت عايزة وديها كلها مسمى واحد. بمعنى انا عايزة اطلع مسلا على سبيل المسال اطلع شوية نقاط كده فانا هعمل ماركت بوينت كنترول وتلاتة. عندك في الماركت بوينت وسميها كلها مسمى واحد عشان ما تطلق باطش مسلا على سبيل المسال وتقدر بعد كي تعملهم فلتر اه فلتر. هنسميها واحد. حلو كده. واحد دي انا هنزلها مسلا فرضا انا عايزة اطلع استخرج النقطة دي. واستخرج النقطة دي. والنقطة دي. تمام كده? والنقطة اللي هنا دي. تمام? والنقطة اللي هنا والنقطة اللي في الاخر خالص. حلو? وبقول له انت. طبعا لازم بتعمل ساعتها للكردور بتاعك. لان تلوقتي الكردور بتاعك تغير فيه شوية حاجات. اللي هي النقطة اللي نزلت عليها دي. حلو. لو جيت انت دلوقتي عملت اه سيكشن ريبورت وقلت له اكستيوت مش هتلاقي اللي احنا اخترناه. ليه? لان احنا لازم نضيف الكود ده للكود سيت اللي موجود. بتيجي انت زي الباشا كده على الكردور بتاعك. وبتقول له انا عايز اعمل الكردور وبتيجي على الكود هنا وبتعدله الكود اللي باين دلوقتي بتعمل له امبورت كود. ماشي وبتختار مين تختار ايه الشكل بتاعك اللي هو اللي المستخدمين اللي تحت اللي هو ده. وبتقول له انتر. بتقول له اوكي اوكي. احتمال يقول لك انا عايز اعمل ريبلد احتمال. ده ما عمل لكش ريبيرد ولكن لو جينا هنا وقلنا له سيكشن ريبورت. عن لاي الكي اتش ظهرت. ده ما ظهرت شورلو. ماشي واحدة كده نرجعتني للكوريدور. او ما شافهش ولا ايه بسم الله. او لسه ما شافهش. بايب لي خير. البوينت. اه ماركت بوينت هو بسميه ماركت بوينت احنا ما سميناهش بتاعه. ما عطلناهاش اه مسمة تاني. انا يا اسف معلش. نبس كده على النقطة دي. والنقطة دي. اه ماركت انا هاش قود انا ما عشت اسمه كي اتش واحد. انا اسف عندي دي. ونيجي هنا. ريبلد. تمام. نتيجي على التول بوكس. تقول له ريبورت. ستلاقيه الكي اتش ظهرت معاك تشيل كل العلامات الموجودة تطلع بس الكي اتش وتقول له كريت ريبورت. رجل هيبتدي اعمل لك سواء كاد او سيفل مفيش مشكلة. وبطلع رجل ايه بالوفس. طبعا احنا اخدنا كل اللي على الشمال فطلع لي كده. ده كده في حيات لو انت مش عارف تطلع النقطة او انت مكسل تعرف ايه هو اسم كود النقطة اعمل بس شوية ماركت بوينت كده النقطة اللي انت عايزة وتوزبط معاك على طول ان شاء الله. كلام طي فيه المهندس اا احمد طهر تفضل. السلام عليكم. عليكم سعر الله بركاته. ازا كان بسي. انا بي اغبارك. الحمد لله. اه انت في الوقت احنا عندي مخطط ما شاء الله كلا كل شوارع طويلة ومتقطع مع بعضها. حوالي خمسين تقاطع نصر. فانا طبعا نعمل لكل لكل طريق فيهم كوريدور فالكوريدورز كلهم بتقطعوا مع بعضين. انا بقى عشان اطلع كل ده هطلع كل كل كتعة الوحدة يعني هقعد اقسم كل طريق لكوية عدة كوريدورات مع بعضها اقسم بين القطعتين دول وكوريدور واسيب الطريق المتقطع وهكذا يعني ولا ايه. بس سيدي اعملية المخططات دي مدارس كثيرة بس ايه الفكرة كلها تعتمد على جهازها. خصوص انت ممكن تحطن كلهم في كوريدور واحد. وممكن تقسم لها كل شوية كل مجموعة مع بعض. خذ بالك. لان الفكرة برضو انت ممكن لما تجي تشتغل انت مش هتشتغل كل مرة. ممكن على سبيل المسال بتاخد دايري كله بتاع المشروع. وبعدين بتبتيج مثلا من الزون a وتخلصها مع بعضها والزون b وزون c وهكذة. الزون اي دي مثلا فيها عشر خطوط او عشر شوارع متخاطعين مع بعضها. هل الجهازك يسمح ان لانت تشتغلهم كلهم في كوريدور واحد? هل انه ممكن سهلا? ما يسمحش? لأ. لا ايه وفضل. منشتغل كل واحدة لا. اخر blue. احشتغل كل مجموعة مع بعضها. اه وكده كده. الفكرة انت بتعمل سطح top. بتاع المجموعة بتخلص عشان تحترموا في السطح في مين في الدقاطع التاني يعني مسلا على سبيل المسال انا كنت فتح مشروع من فترة صغيرة كده استعز لكم بس ايه. اه 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 حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم. اي ما هو انا كده. بسم الله. هو كل طريق ليه طبعا دي لايت ودي ليه ميول وطبعا الميول بتدخل وكلها ببعضيها بقى بتاعة التقاطع دي بقى الميول الجانبية. ما بص انت بتقف بحدود معينة. يعني مسلا على ريك مسلا المسال اللي معي ده. حلو كده? يوم انا لما شفت المسال ده المحاضرة اللي خاتت ما شاء الله انبهرت ايه انا عاوز اعمل بقى الحاجات دي كلها دي. ما انا بقول الله وسحر للجدولتي انا مسلا انا عندي كنت عمل الدايرة ده كامل الاول وبعدين طرح بقول ان هو اتفصل ما فيش مشكلة ولكن انا عملت دايرة عشان استخرج بس مين الخط اللي هو مين الخط اللي لان كل التقاطع بتاعتي بتلحم على الاتج مش عشان سنتر. حلو? ولكن الفكرة كله انا عملت الكرو دور ده كله مع بعضه. الكرو دور عبارة عن الطريق الرئيسي اللي هو ماشي تحت هنا. والطريق اللي جاي من فوق من هنا. ومجموعة التور والثلاثة دور. ماشي? دور كده مع بعض. وصلوا لحد فين? وصلنا لحد هنا. يعني انا التقاطع بتاع الطريق ده انا انا وقفت بجي لحد هنا. والتقاطع اخدته مثلا من الطريق ده. زي ما انت شايف ان الطريق ده برضو واخد بالتقاطع بتاعه الحد هنا. كل ما هناك جزء اللي بخلصه وعمل له سطح الطب بحيس لما يجي انا عمل التقاطع ما بين الاتنين. يبقى انا معي سطح الطب هنا قادر احترمه. وهنا هيبقى على على التصميم بتاعه. طبا هنا مش هيحصل تداخل. مش هيحصل تداخل ما بين الشغل بتاعي والشغل والشغل التاني. يعني هنا انا وقفت لحد بتاعي منطقة التقاطع دي هاخدها مسلا مع الطريق ده. او اننا اخدت التقاطع في الطريق بتاعي اللي موجود هنا والطريق ده مكمل مع بعضه ومع نفسه. ولكن سطح الطب اللي بيبقى موجود هنا الحاجة اللي بخلصها بعمل له سطح طب. حيس في التقاطع اقول له والله يشوف سطح الطب بتاعك او يشوف سطح المنسوب التصميمي هنا من السطح الطب ده. وهنا من السطح الطب بتاع الطريق بتاعك يزلط معك على طول. ويطلع المشروع كله سليم ما فيه مشكلة. فهو يفضل على حسب يعني مسلا الطريق المجموعة الترق دي انا عملتها كلها في كوريدور واحد الجهاز فما قدرتش رح تفصلهم. ده ما انت شايف انا عندي مسلا هنا ده كوريدور مع بعضه. ده كوريدور تاني اهو. حلو كده. الطريق ده عشان كله مع بعضه. رح تواخد كل كوريدوراته مع بعضها. شايف? آآ المجموعة اللي واره دي مسلا واخد كلها مع بعضها. فهي على حسب بقى اي جهازك يشتغل حلوة. زي ما انت شايفش الجهاز خفيف ومفيش مشكلة. لكن لما جمعه مع بعض الجهاز تقل فما درجل الصراحة. رغم ان الجهاز يعني راماته كويسة بس برضو ما ما زبطش معي. طيب بس انا بالنسبة للدروب اللي بيحصل في الكوريدور ده هو حصل معي بس مش في الاول. يعني بعد مسلا حوالي عشرة متر او اثناشر متر كده حصل الدروب ده. ده ممكن يكون ايه سابقه? آآ بس اتأكد ان الخط بس التصميم بتاعك سليم. لانها بس الدروب ده بيحصل لازم هيحصل في منطقة ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش منصوب تصميمي. لانه كل ما هنالك زي ما احنا قلنا. هو بياخد القطاع بتاعك بياخده يحطه على حسب وكبروفايل على حسب وكمنصوب على حسب البروفايل بتاعك. معنى ان هو يحصل له هنا يبقى هو ملاقاش المنصوب الصح. راح في راح السفر. بس عاية هتأكد بس من منصوب التصميم بتاعك. شكرا لسك ازاد الله خير. الله بارك الله بيهي. اسلام. طيب المهندس وليد. خضر عن صليد راشد. خضر بشانس. السلام عليكم. عليكم السلام. الله بركاته. اولا نجزاكم الله خير على كل المعلومات الا between the two of them. الله خير انت والمهندس حمر. بس ليانا استفسار بسيط. ارقام واحد الانترسكشن لما بنيج نعمل الانترسكشن. حدرتك ورده دلوقتي انا باشتغل لحد مكان معين في الطريق اللي هو الاستريت. وبعد كده واربط ما بين الطريق والجزء التاني. تدينا مثال عليه ازاي اربط ما بينهم? على الاتج والا السنتر? المنطقة اللي هي الربط ما بين الابين 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 والابين الانترسكشن انت عندك مدرستين في البرنامج نفسه حتى لما تجد نعمل انترسكشن خلينا احنا سريعا نعمل مثال احنا موجود معنا هنا كده. هزينك نسحة ده وارا شوية ونتكلم. بس هو البرنامج لما بتجد تعمل انترسكشن سواء بشكل يدوي او بشكل اوتوماتيك. البرنامج انت عندك اتنين اوبشن. اما بتلحم على اج الطريق الاجزيستنج اللي موجود. او اللي انت بتحترم الطريق بتحترم حاجة اسمها او برايماري رود منتين. حوليك الحالة دي والحالة دي. دي الوقتي دي كده دي حالة اسمها البرائماري رود منتين. انا عندي هنا حرف تي. حلو? فانا احترمت ان الطريق الرئيسي ماشي زي ما هو ما حصلش في اي تغيير. اما الطريق الفرعي جاء وربط على الاجز بتاع الطريق. بتاع الطريق الرئيسي. يبدأ اسمه برايماري رود منتين اللي انا حفزت على الطريق البرائمار اللي هو الاساسي. والطريق الفرعي هو اللي حالة الاجز. في نوع تاني من التقطعات اللي هو بيبقى اه بس هو تالي ما مش موجودة عندي هنا. هو مش موجودة عندي في المسال في المشروع ده. اجيب لكم المشروع تاني. نقع لسا واحدة. اه بسم الله الرحمن الرحيم موجود هنا. تاني من موجود هنا. اهو زي ده كده. بس انا مش جايب الكوريدور بتاع الطريق الرئيسي انا هنا حفزت على كل المناسيب التصميمية بتاعت السنتر لاين ده. وكل المناسيب التصميمية بتاعت السنتر لاين ده. تمام كده? فهنا مش هتلاقي ان مسلا حصل دروب لان مسلا لما بنجي نعمل احنا حاجة زي كده. زي هنا كده لو انا اجبتلك حتى البروفايل بتاع الطريق ده. هلو هنا متزبط. اه هنا في الاول خالص لازم بتحترم الطريق الرئيسي اللي موجوده بتخلي الميل بتاعه سليم معا سليم عفسها هكتب راحة البروفايل بتبقى بتبقى اوضح. معلش لحزة واحدة ناقص. اندزاين. كده حتى. بلان بروفايل. انه مجينا بصينا حاجة متقطعة مع حاجة. اه دلوقتي انت عندك مسلا عندي الطريق اللي هو اربعة وخمسين ده. طرق الربط على طريق رقم اتنين ده. حلو كده. الطرق دي يقول لها انا محترم الطريق الرئيسي كما هو وباجي اربط في الاخر خالص عليه. طريق الرئيسي انا عندي مسلا ماي الواحد ونص مين وواحد ونص ايه شمال. تمام? هتلاقي كل الطرق اللي ربط على طريق رقم اتنين ده هتلاقي لازم كلها في الاخ خالص تحترم مين? تحترم الطريق الرئيسي اللي هناك. اهو. لازم اللي هو الواحد ونص. الحم عليه. نفس الشيء طريق اللي هنا ده هتلاقي واحد ونص لازم الحم عليه. يبقى انا مجموع. ليه لما اخدتش الميل نفسه كده ووصلت لحد طريق رئيسي? لان انا هنا عندي انا محافز على الطريق الرئيسي فناخد نفس ميله سواء في البداية او حتى في النهاية. لان اما ده هنا الطريق بيطلع وييفل عنها. اه اللي هو زي ده كده. اللي هو الزبط الحلقة دي. هنا كده. الطريق بدأ من هنا واخد ميله هنا زي ما هو عايز وبعدين رجع تاني ربط على الطريق الرئيسي. ولكن انا عشان محافز على الطريق الرئيسي فباحترم بالزبط الجزئي دي. هنا كده. يبقى طريق رئيسي مكمل زي ما هو. وباجي عند النقطة دي لازم يبقى الميل بتاع البروفايل بتاع الطريق الفرعي ده. لازم المنطقة دي يحترم مين? يحترم ان فيه ميل عرضي واحد في الميل. فدي اسمها ال primary road maintain. اما ال all ground maintain. لا انا باحترمش اي ميل بتاعة الطريق لان انا فعليا باقف هنا كده. باقف هنا كده وباقف. المنطقة دي. وهنا. باقف بالزبط هنا كده. شايف? ايه المنطقة دي كده? لو انا حتى عملت هاتش. هنا. وهنا. او بالزبط بنفس الشكل ده كده. انا ياسف. ماليش. خليها كده. اهي. عامل يمين? كل ما هونالك. هو ناسا اي ميول خاصة بالطريق الرئيسي في الحتة دي وفي نفس الوقت اي ميول خاصة بالطريق الفرعي في المنطقة دي. ودي عمل لها زي منطقة اللي وحدها. بيحترم فيها بتاع الطريق الرئيسي وبيحترم فيها بتاع الطريق الفرعي والرئيسي. تمام كده? وفعلا بيبقى شكلها عامل انا عايز اجيب لك والله الوحة قلت المفوضة جاهزة لكم انا اسف معلش. هي موجودة عندي هنا في مكان ما. سامحونا معلش بسانة بحاول اغطركم الموضوع كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام هشام. كدهين. اللي هي ستاندرد. روس. ما مش دي برضو. موضوع الموضوع. روس Pelix بالن bets. ايوانا. ايوانا هيدي. بص اي. معي لسه ولا ولا بشيط ولا ايه. اه 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 ما حضرتك ايه. اه. بص ايدي انت عندك حالتين ايه. دي الحالة اللي انا بحافظ على الطريق الرئيسي اي ان كان الحالة بتاعته ايه. هو ماشي زي ما هو بميول وما فيش اي تغيير. اللي بيتغير بس مين المنطقة اللي زي ما انت شايفها هنا. لحد هنا الطريق الخدمة ماشي بميول وما فيش مشكلة. الطريق الرئيسي هنا ماشي بميولو من الاول الاخ مفيش مشكلة. والمنطقة دي بتتعامل. وفي نفس الوقت باحترم في المنطقة دي ان البروفايل بتاع الطريق الفرعي ياخد نفس ميولو الطريق الرئيسي عشان يبقى فيه عملية ربط سلسة. حلو كده زي ما احنا عملنا فيه في اللوحة اللي هي دي كده. طميم. ماشي عملية الربط زي هنا كده. عشان يبقى الربط ايه لحد ما سلس ما فيش اي تغيرات. حلو? اما في حالة التانية اللي هي زي كده. لأ انا بغير بقى مين. كل المنطقة اللي انت شايفها دي. اللي هنا واللي هنا. ملهاش دعوة خالص بميول الطريق. هي بس بدايتها نفس ميل الطريق من الناحية دي. وانهيتها نفس ميل الطريق من الناحية دي. ولكن المنطقة دي كلها ده تصميمه. اهم شيء يكونوا لحمين على بعض بس في النقطة دي. لكن ميوله تمشي مع نفس ميول الطريق الرئيسي لا. ملوش اي دعوة. تمام. بس طبعا انت برضو بتعملها بحيث ما بكونش فيه فرق كبير او ما بينها. بس عاية انت بتحترم بس النقطة دي البداية والنهاية بحيث تعمل التقاطع بالشكل ده والبداية والنهاية. حتى المنطقة دي احنا بيسموها بفعليا في البرنامج حيث اسمها الكرب الريتيرن. انا عاملي طبعا شرح ال الانترسيكشن عايزه محاضرة الوحده. ولكن انا مش رحطه بالتفصيل المميل في الشغل عندي بس. هو فهو ساعتاً أنت بتعمل الآدي عندك خط alignment للطريق الرئيسي وعندك خط alignment للطريق الفارعي وبتعمل أثنين alignment زيادة واحد على الكيرب المنطقة دي واحد في كيرب المنطقة دي بيتسمى الكيرب الـ return ودائماً معا عدت جاهة حركة السيارات يعني أنت العربية دي عتيجي من هنا وتخش هنا والإبدايته هنا والنهيته هنا ونفس الشيء العربية عتيجي من هنا وتدخلينين يبقى أبدايته هنا والنهيته هنا بحيث بتستخدم حاجة اسمها الكيرب الـ return وهي عبارة عن حارة الحرقة دي بتوسع بناء العالمين على المعطيين دوري المعطيين بتاعك هنا بتاخده وطارجت مين وطارجت ونفس الشيء اللي فوق هنا وطارجت عشان يعمل لك بالزبط نفس الشكل اللي انت شايفه كده اما في الحالة دي لأ انا باخد كله بعمله على مين على edge الطريق فبالتالي الحالة دي لازم بعد ما بعمل الطريق الرئيسي لازم باستخرج الedge ده عشان الedge ده انا هستخدمه في عملية الميولج الجانبية بتاعتي زي كده انا وانا راجعت هنا كده بسم الله اللي هو ده شايف انا بعد ما خلصت الطريق الرئيسي طلعت مين طلعت feature line للطرف اليمين و feature line للطرف الشمال ليه لانا انا عرف الطرفين دول هستخدمهم معا يمين في عملية اللي ايه التقطعود بتاعتي زي ما انت شايفها كده فهي التقطعود انا شرحت التفصيل والله بس ما شرحت اللي هو الربط على edge انا شرحت بس الربط على ال center وديها هتلاقيها ان شاء الله عندي في القناة هستخدم انا بحاجة تبص عليها كده ولو في حاجة بقى لغني ما شرحت سؤال تاني في ايه الاب النازل الجديد additional لل civil 3d اللي هو explorer civil 3d اكسبلور لا بسمعاتش بيه ده بيعمل ايه ده بيعمل نفس الابشن اللي انت كنت بتعملها في القطاعات والموديفكيشن اللي عملتها في البروفيل او القطاعات او البناسيب وبيعمل الريبورت الاخير دوت وبيطلحولك في سورة ريبورت ده لسه نازل في عشرين واحد وعشرين فهل ده موجود معك ولا عشرين واحد وعشرين ده بس ممكن يتسطب مع 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 عشرين وعشرين بص الله انا ما سمعتش بييزر حبل كده ما اضحكش عليك انت كتب لنا اسمه بحيث ندور عليه ونجيبه تمام تمام هو عمدا في 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 الآي اللي هو الـ AutoCAD Education Center موجود موجود الـ اسمه Explore Civil 3D Civil 3D خلاص ابحث عنه ان شاء الله بس هو يعني ما بدأ اياً حاول قدر الامكان انت اعتمد على عشان انت مش عارف انت بتوعد فحاولت اعتمد على الاساسيات اللي لم تكن يعني العملية ضرورية جدا انا زي كده زي اللي ثبات انا ما بحبش اللي ثبات اوي بس باضطر اللي انا برحلها ساعات ولكن قدر الامكان ما بحاولها بعد عنها اي 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 وهو عملا هو برنامج تاني يعني هو برنامج مساعد نزل بحيث اللي هو كان الاول برنامج خارج Autodesk بس دلوقتي نزلوه في Autodesk انا برس على فاكرة حاجات كتير كنت بتبقى خارج Autodesk ولكن مع الاستخدام الكتير يعني مثلا عندنا قائمة Express Tools دي من ضمن الحاجات اللي هي كتفعليها للإثبات زمان يعني كل دا كان الإثبات وبعدين بلاقوها ان هي كويسة والناس بتستخدمها كتير انا برنامج نزلنا هنا واخد بالك فاللي هو يعني ايه Autodesk بتحدث نفسها حتى يعني بعملوا اصدار كل سنة عشان يشدوا رجليلة لي عشان بعملونا حاجات حلوة زي كتير ولكن برضه انا يعني انا راجل والد فاشل معليش شوي تسلم هالف شوك والله الله يبرك لك بي تسلم حبيب بازاك الله خيال الله حفظ شكرا بشانس نكمل اتفضل انا يا حاضر بص يا شاري عبدالراتي معاش نافل بس شوية بقى الملفات دي عشان ما ما اللغباتش نفسنا بسم الله الرحمن الرحيم وده نكمل طيب ومافده ورده نايفره ونفتحه من جديد عشان نشوف احنا هنعمل في ايه بالزبط سامبل رقم واحد رقم واحد رقم واحد بداي هناك هني ايجي على الالايمنت وستازنكم نعمل حاجة بسيطة نلغي سامبل لان ما نجود دي ليت وبقول له ييس يعتبر المرحلة اللي احنا وصلنا لغادواتي ان احنا عملنا الكرودور بتاعنا هنعمل سطح طوب وسطح بوتم ليهم عشان نبزرهم في القطاعات بضغط على الكرودور وبقول له كرودور سيرفيسيز تمام هو في سطح بوتم بروفيل احنا كنا عملين وهو عنا نعمل بس سطح طوب كمان ايه معاه زيادة السطح الطوبة مش هيفدنا ايه بشيء خلينا ما نشعي زيد السطح طوب خلينا دواتي من سطح الطوب طيب حتي دي لوقتي اعرض القطاعات دواتي مبدئيا بشكل عام لما تيجي تشتغل على برنامج السيفل بالذات لو نسمى اشروع طريق زي حلو زي كده هو لا يفضل طبعا ان كله يتحط في باكتج واحد يعني ايه يعني ما تحطش البروفيل والالايمنت مع الكرودور مع الكروس سيكشن كلهم في ملف واحد لانا ساعتها الملف بيموت فعليا بيموت بالذات لو شغل كتير حلو فاحنا بنستخدم حاجة حلو قوي اسمها ال data short cut يعني للاسف انا مش محضر لها حاجة ولكن هنقول لكم فكريتها ايه عارفين احنا ال XRF بتاع الكاد اللي انت بتبقى انا معي لوحة هنا عايز استدعي مسلا لوحة اكسات بتاعت مبنى من لوحة تانية وعايز استدعي مسلا لوحة الميكانيكا من ملف تايدلت وهكذا وهكذا وبنعمل حاجة اسمها ال XRF استدعاء لوحة جوه اللوحة بتاعتك ولكن اللوحة دي مش موجودة هنا اللوحة دي موجودة في مكانها الاساسي كلما هناك اللي انا استدعيت صورة منها هنا بحيث بتيدي اتعامل معها ده ما يسمى بال XRF في الاتوكاد هي حاجة شبيهة ليه شوية اسمها Data Shortcut Data Shortcut دي كل مهمتها ان احنا بنستدعي بينات بينات السيفل نفسها عناصر السيفل نفسها من لوحة اللوحة ولكن يعني مسلا على سبيل المثال انا ممكن اعمل سطح الارض الطبعية في لوحة بيبقى مسلا سطح الارض الطبعية بالنقاط بتاعته كله بتقل كله في لوحة موجودة اسمها مسلا NGL Drawing حلو كده وبخليها مسلا ملفها عندي فين على الكمبيوتر وبعدين بفتح ملف جديد خالص وبقول له استدعيلي السطح ده من هناك فهو بيجي لي بقى سعيدة هالسطح بالشكل النهائي بتاعه بدون تفاصيله خالص يعني بدون تفاصيله نصدي بدون النقاط بتاعته بدون البريكلاينز بتاعته بدون الحدود بتاعته بيجي لي للشكل النهائي اللي موجود في الملف التاني طب اي عمليات حصلت في السطح دي عايزة عرفها ترجع للملف فين ترجع للملف الأساسي عشان تقدر تعرف التعاملات فعشان كده بيجي لك السطح عبارة عن سطح خفيف تقدر تتعامل معايا بشكل سهل وبسيط جدا وفي نفس الوقت اي تغير بيحصل في الملف الأساسي بيجي مباشرة عندك هنا نوتوفيكيشن تحت اليمين يقول لك حصل تغيير عمله سينكرونيز فبتقول له آه وبيتشتغل على هذا الأساس حلو كده طبعا هي انا حاول الداتا شورتكات وروح تعمل لوحة تانية استدعيت فيها اللي هو رسولي يعني والبروفيل بتاعه وعملت لوحة للكوريدورز وبعدين لوحة تعمل لوحة تالتة فلو تشوفوا ان التلاتة هتلاقي ان العملية بقت سهلة جدا وبسيطة جدا يعني سوري خفيفة جدا عن ان انت تحط التلاتة في لوحة واحدة لان مجرد عملية ازهار القطعات بتاعتك وحتى الآن احنا رسا ما ازرناش قطعات لكن مجرد احنا منزر القطعات بدعيتنا في الرسمة الرسمة بتتقل جدا وخاصة حتى لو الجهاز بتاعك مش قوي قوي واحيانا والله حتى لو الجهاز قوي برضه للاسف بيموت الموضوع خالص يعني فهي عملية ازهار القطعات لو انت مش عايز تزهر القطعات عشان الطباعة يبقى ما تزهرهاش لكن عشان حساب الكيميات دلوقتي هشوف نشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل القطعات ونحسب كيميات بدون ازهار القطعات على الرسم حلو كده فاول حاجة عشان نعمل قطعات ونبتدي نطلع كيميات بنحتاج حاجة اسمها sample line sample line ده مهمته ان هو بياخد عينة من شكل الارض طبيعيا اللي موجودة وعينة من الاسطح اللي انا باخترهاله وعلى اساسه بيقدر يحسب لي كيميات ما بينهم وما بين بعض ازاي بعملوا sample line ده بنينجي على قائمة الهوم الاساسية بتاعتنا هنا عليها حاجة اسمها sample lines مجرد ما بتضغط عليها هو sample line ده مرتبط بالalignment بقى لازم يكون في alignment في الرسمة عشان يتعامل sample line كلما هونك بيعمل click يمينه بتختار alignment اللي انت عايزه على حسب الليستر اللي موجوده الحلقة دي احنا اسموه الروض واحد وبقول له اوكي تمام بيصهر لي هو sample line بيقول لي انت عايز تسميه ايه فحساميه مسلا هنا هو قد sample zero واحد وهو بيشوف العناصر اللي موجودة في الرسم العناصر ممكن يشوف لك الاسطح ويشوف لك الكوردرات اللي موجودة ويشوف لك شبكات المياه والصرف اللي موجودة او شبكات الايه الشبكات اللي موجودة ال Networks اللي موجودة في الرسم في اي وقت اقدر ازوت عليه عناصر حتى لو مثلا دلوقتي عملت انا عندي بس سطح دلوقتي انا عايز اضيف سطحين ثلاثة بعد كده عليه ممكن تعدل في اي وقت وعد كده ما فيش اي مشكلة هنا نفس الشي الكوردور وهنا سطح مين البطن بتاعنا اي بتاع الاي بس نسحب شوية دي سطح البطن بتاع الكوردور سطح البطن هسميه انه هو ايه finish design وبقول له اوكي تمام كده وهنا حتى هخليه انا عايزه اسمه view edit ده اللي هو شكل الكوردور بتاعي طبعا ممكن في اي وقت هنغيره بعد كده مجرد ما بقول له اوكي طبعا هو ظاهر معي زي ما انتم شايفين التول دي sample line tools هو بيقول لي زي ما انتم شايفين هو بيسأل لي بيقول لي اكتب لي station along base line فلو كتبت له station يدوي هقول له مسلا station 500 هيقول لي office teaming كام وشمال كام وما الى ذلك لا انا عايز احدد له اقول له والله يهاتلي القطاعات بتاع دي من البداية لحد النهاية وبعروض معينة عرف من هنا الكلام ده من هنا انا عندي هنا مجموعة اختيارات في اختيار زي ما زيت اول اسمه select existing polyline ده مهمته ايه لو انا عندي مجموعة polylines معينة على الرسم وعايز هي دي تبقى نفس polyline ده هو نفس القطاع قادر اختاره وده انا اختارها بعدين ولكن خلينا دلوقتي في اول اختيار اللي هو الاكثر استخداما اللي هو by range of stations by range of stations يعني انا هتدي له range محطات فهو بيقول لي انت عايز من بداية alignment اول station هو عايز يظهر عليها اول قطاع ففي الحالة دي بقول له true انا عايز من اول station لحد اخر station او سوري لحد اخر alignment اوكي هنا بيساني عن حاجة اسمه هو ثويدز اللي هو العرض بتاع القطاع على left side cam وعلى right side cam زي ما اتو شايفين فيه هنا snap to an alignment عشان ده برضو سؤال كتير بيجيني في حالة لو انا عندي العروض مختلفة يعني والله عندي مثلا العروض بتاعي انا عندي مثلا الطريق كماشي الاول بالsample line مثلا عرضه عما يفوض 10 متر يمين و10 شمال وبعدين هيبقى 50 متر يمين و50 متر شمال وبعدين يرجع تاني 15 متر يمين و15 متر شمال فانا عايز البرنامج يتغير ببناء على التغير الخارجي ده عروض السمple line بتاعتي تغير بناء على التغير ده فساعتها الحل انت تعمل alignment على اليمين وتعمل alignment على الشمال انت هتستخدمهم بس الحالة دي ان هما بيوسعوا لك القطاع بتاعك بيوسعوا ويد بناء على alignment دي دي برضو هنخليها شوية كده ونجبلها مثلا بعدين ما فيش مشكلة في الحالة دي انا عايز اجيب له العرض هي النقطة ايه النقطة اللي فوق دي تمام فساعتها بتختار له والله مسلا انا عايز من هنا لحد مسلا حد هنا فهو شاف المسافة دي اسهلك قال له والله دي سبعة متر سبعة وثلاثين متر وكام وخمس وسبعين فانت بتزودها شوية بتقول واربعين حلو كده ونفس الشي وفضل نفس المسافة عشان الشكل بس حلو ليس تمام فهنا دولتي خلاص قلنا له كده يبقى عرض القطاع عربعين متر شمال يعني الاجمالي تمانين متر مزبوط طيب هنا بيقول بتاعتك التسلسل بتاعتك كل ايه في الحالة دي بقول له مسلا كل خمسة وعشرين يبقى دي القيمة هيحطي القطاع كل خمسة وعشرين متر طبعا القطاعات بتختلف من جهة للتانية في جهة تقول لك لا سلمني كل اتناشر متر ونص او على حسب الطريق يعني مسلا ما ينفعش طريق يكون مسلا جوة مخطط بتسلم كل خمسة وعشرين متر فيفضل جوة مخططة بتقلل بتخليها كل عشر كل اتناشر متر ونص الطرق السريعة مسلا ممكن كل خمسة وعشرين متر تبدي هتفرم معنا في حاجة هتفرم معنا في الكميات بعد كده لانه كل ما هنالك لقد قلت له كل خمسة وعشرين فهو هيحط القطاع على الستيشون متين وقطاع اللي بعده هيبق على الستيشون متين خمسة وعشرين وفكرة الكميات هو بيعمل يشوف الاريا اللي هيشوف بعد كده الاريا على قطاع عشر متين مثلا فهيشوف انه مثلا في كمية او سوري في ارية قطاع مثلا خمسة متر وبعدين على القطاع خمسة وعشرين هيشوف انه في مثلا ارية قطاع تلتم متر هو مثلا لو بحس بنظام الاريا فبياخد اللي هي الخمسة متر بتاعت القطاع الاول زاد تلتم متر بتاعت في النص يعني ايه مثلا كان فيه تب الجبل طلعت ونزلت جوة الخمسة وعشرين متر ما بين المتين ومتين الخمسة وعشرين هل البرنامج هيحسبها لك في القطاعات لا مش هيحسبها لك للاسف مش هيحسبها لك لان البرنامج ما شفش المنطقة دي في قطاع فساعتها انت بتضطر ان انت تزود قطاع زيادة في هنا عشان يبتدي يحسبها لك على المزبوط تمام كده فده عشان كده بيطلع زيما فروق ما بين لو انت حسبت كمية عبارة عن سطحين من بعض وحسبت كمية بناء على قطاعات ساعات بيطلع فروق ليه الفرو دي بتيجي لان كمية سطحين من بعض هو بيجيب حصل اي تغير جو الخمسة وعشرين متر دول هو البرنامج هيشوفهم ومش هيحسبهم لك تمام كده عشان هنا لازم ناخد من حكاية هنا بناء على الاتفاق او الجهة اللي انت بتتعامل معها كل عشرة كل خمسة وعشرين ما فيش مشكلة ولكن انت دايما دايما انا العادي انا بعمل كده لما بحسب القطاعات بحسب برضو طريقة السطح من بعض واشوف الفرقات ما بينهم كام لو لقيت الفرق وصل لغاية خمسة في المية ما فيش مشكلة يعني مش عضية كبيرة من تلغاية الخمسة في المية ما فيش مشكلة لقيت هزادت اعرف ان عندي فيه متغير مش موجود ساعتها بطالب الاستشاري بقول له والله انا عندي منطقة جبلية ظهرت واختفت او مثلا انتبت جبل ظهرت جول خمسة وعشرين متر دي واختفت ولازم حشيلها فلازم قطاع زيادة عشان الكمية تجيلي حلو كده في الحالة دي انا اقول له خمسة وعشرين ما فيش مشكلة برضو على الكيرف كل خمسة وعشرين والسبايرل كل خمسة وهنا بيقول لي على اللي هي نقاط التغير اللي هي بداية ونهاية 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 فبقول له مش عايز وبرضو في مناة السوبر مش عايز ليه لان دي قطاعات هتظهر لك ويتحسب على اساسها كيميات فلازم بيبقى الى حد ما خاصة لو انت بتعمل الشغل ده بتواجه الجهة الاعتماد يعني ما بيعتبرش طبعا الا لو هو طلب منك بقى ال ال زيادة دي او سولي ال زيادة دي فتعادي احنا بناخد ال ال بتاعنا اللي هو كل 25 وبقول له مين وبقول له اوكي زي ما شايفين هيظهر الخطوط اللي هي الزرقة دي وهو بيسأل لسه عندك ستشن تانية ففي الحالة دي ببتغطله انتر اللي أنا ما عنديش مباشرة القطاع يقول لك القطاع ده اللي بتاعزه صفر القطاع اللي بعده 25 وهكذا 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 تمام القطاع نفسه ممكن يزيد عرضه زي ما نشايفين هو هنا بنزود عرضه زي ما احنا شايفين زي ما احنا عايزين كده حلو او بنغير زاويته ممكن تغيره بزاويته ما فيش مشكلة برضو يعني القطاع نفسه تقدر تعدله ونفس الوقت تقدر تماشي على المسار نفسه ولكن في حاجة بس 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 عشان برضو بيختلط على بعض الناس زي ما شايفين الناس 625 لو انا سحبته رجعته وراء شوية كده مفوض الستيشن تختلف ولكن هنا ما اختلفتش ليه هيا الفكرة كلها الكتابة اللي هنا بس انت لازم تعدل الستايل الكتابة اللي هنا لو انت عملت كليك يمين وقلت ايه دي سامبل لاين آآ اللي هو هو بيقول لك هنا فساعتها لأ بتقول له انا مش عايز الستيشن ايه انا عايز ايه ستيشن 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 وبتقول له اوكي اوكي بيعدل لك يجيب لك بناء على الستيشن قبلا حسابة كميات فكرة القطاعات ان هو خلاص البرنامج بالمعنى شاف عينة العناصر اللي انا اخترتها له في المنطقة دي انا ممكن بظهر القطاعات بحيات لو انا عايز اظهرها عشان الطباعة مثلا او مش عايزها انا عايز بس الكميات مفيش اي مشكلة نحسب الكميات الاول بدون اي اظهار للقطاعات ازاي من اختار بتاعنا اي خط فيهم اللي موجودين هتلاقي حاجة هنا اسمها الكمبيوت ماتيريالز مجرد ونضغط عليها هو بيقول لي والله انت بتاعك رقم واحد والسامبل بتاعتك رقم واحد فبقول له اوكي طبعا لو في كزا واحدة تقدر تختار من هنا فبقول له هنا اوكي فراجل بيقول لك مباشرة بيقول لك انا بحسيب لك الفل الواحد وبحيس انت تقدر حتى في القطاع بعد كده تقدر تعدل شكل الكت الواحد والفل الواحد بحيس مسلا تخلي مسلا الكت تهشير باللون الاحمر والفل تهشير باللون الاخضر حلو اما لو انت حسively بنظام هو يحسب لك الكت والفل ولكن ساعتها بيطلع لك الاتنين باللون واحد فما بتقدرش بتغير مين ما بتقدرش تغير الالوان غالبا يعني على ما اه لانا الاتنين بيبشوا بنفس المبدأ. اه ولكن هنا بيدي لك ان انت بتخلي القط الواحد والفل الواحد عشان تعمل ده بتهشير الواحد وده بتهشير الواحد. طبعا هو شرغال هنا عنده اه تلات انواع من انواع مين? انواع الحسابات. اللي هو متوسط البيدائي مع النهية. والنوعين التانيين احنا ماستخدمتهمش ولكن اه في نوع منهم او تريبا الكمبوزاي دوت ما بيجبلناش القطاعات ما بيسوريا ما بيجبلناش القطاعات. فاخلينا في الأفريد جاندارية اللي انا عرفها سملا ما نعرفوش. اه هنا بحدد له السطح بتاعي سطح الان جي اللي مثلا اللي هو سطح ال اي جي بتاعك وسطح الديطن بتاعك اللي هو سطح مين? الكوريدور البوتوم بتاعي. مجرد ما بقول له اوكي زي ما شايفين ما حصلش اي حاجة حتى الان. ولكن هل هو كده حسب كميات هو بالفعل كده حسب كميات. اقدر اجيب الريبورت منين لو انا قلت له create volume report. تمام? بيقول له sample line دي والmaterial list اللي انت انا طبعا احنا ما ساملت لان ارش اسم. اسم انا material list واحد. مجرد ما بقول له اوكي. وننتظر عليز احنا سيدنا بقول له ياس ياس. اه طلع لي الريبورت هنا انا اسم. اه طلع لي الريبورت هنا. راجل قال لي والله في الستيشن سفر كانت عندك الاريت الكات كام. والفوليوم طبعا ما بفيش اول في الستيشن ما فيهاش فوليوم. حلو. بعدين الستيشن خمسة عشرين. ادي الكات هنا والكات هنا. والده الفوليوم بتاعهاekام? والفل برضو donne перед 노 Schedule list واحد Hmmm. والكيوم هو هنا كام؟ بحيس انت في الاخر خالص تحت. يقول لا لا هنا احنا عليزين الايه. آدي الكات ولاد الفل هناك فل ماشي. بابا الكات بتاعنا الاجمالي بتاعه كام والفل بتاعنا الاجمالي بتاعه كام؟ ده كده بيطلع بررررررل شكل. اما العيس تنزلو جدول فهالرس ما بمفيش مشكلة بتيجي على قلمة وبتيجي هنا تقول له تمام? تضغط عليها وبتقول له والله هنا عايز اللي هي الرقم واحد. مجرد ما بقول له اوكي. بننزي بس انتحت شوية هنا اهو بيطلع لك طبعا يعني حسب الجداول احنا عرضناه هنا تلاتة تلات جداول انت ممكن بتعرضها حسب عدد الجداول انت عايزها. نفس التفاصيل كل واحد الاريت كام والفل كام والكوميولاتف كام. مش شوف الاخر خالص النتيجة بتاعتك هنا اهو انا عندي ده الفل حلم وده هنا الكام الكطب بتاعي. ما احنا كده حسرنا سوري حسبنا كميات بدون ما نعرض القطعات Бenser حياته ماشي طيب ده كده كميات مين الحفر рад بزي ما احنا قولا الحفر رد من دا اللي هو ما تحت الارض الطبيعي. اي سوري ما تحت ال bottom اللي انا اخترتها له لحد شكل الارض طبيعي. يعني hop temporal المنطقة لو انا عملت له H اخترت له المنطقة دي اهي المنطقة اللي هنا عملنا تهشير دي. المنطقة اللي تم تهشيرها دي دي منطقة البوتوم هنا. وفي نفس الوقت المنطقة لحد مين لحد الخط هنا. بس طبعا دي عملنا هاتش مش هجيبها ازبوط. المنطقة دي كلها لحد خط البوتوم بتاعنا اللي موجود هنا. دي هيحسبها كات ودي هيحسبها مين? حسبها فين. طيب هلأ انا عم احتاج اعرض القطاعات عشان احسن مثلا كميات التانية. ايه كميات التانية اللي قدر احسبها هنا? عندي كميات المشروع نفسها. اللي هي الطبقات بتاعتي. قد ايه اسفلت? قد ايه ساب بيز? قد ايه بيز? وما الى ذلك. اقدر احسبها. بالفعل اقدر احسبها. مجرد ما بضغط برضو هنا. وبقول له تمام? وبقول له نفس الرقم واحد. زي ما انتم شايفين هو مسميها هنا بلاي لست رقم واحد. وفضل انت تسميها مسلا كات ان دفيل عشان يتبقى انت عارف كل بتاعتك اه ماتيريال لست بتاعتك. ودي كده لحساب الكات ان دفيل. عايز احسب واحدة تانية فبقول له امبورت another criteria. فبيقول لي مين فيهم? ساعتها بقول له material list. material list. فهو بيقول لي انت عندك البيز وعندك البيز وعندك البيز. حلو كده? كان جلنا السؤال برضو من حد اللي هم عايزين يباينه يباينه كل الماتيريال دي في جدول نعملها بها واحدة واحدة. نقول له هنا احنا بيقول له انا نقول له اد نيو ماتيريال. ماشي? اللي هي الماتيريال الجديدة دي. دي عن سميها مسلا بيف. حلو كده بيف واحد. ماشي? البيف واحد دي عبارة عن حاجة اسمها الا structure. ايه هو الا structure ده اللي هو اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. الا structure اللي هو عناصر الانشاء بتاعت الطريق نفسه. عناصر الانشاء بتاعت الطريق نفسه. فبساعتها احنا بنغير بدل ما هي عبارة عن surface لا بقول له corritor shapes. وبختار له الحاجة اللي انا عندي. انا عندي في الحيبس بتاعتي عندي البيف واحد والبيز والسب بيز. يبقى انا قلت له بيف واحد و قلت له add. يبقى كده هيدف لي مين? هيدف لي بيف واحد عندي هنا. تمام؟ ممكن اضيف ده طبعا هي بيضيف للي هنا material. ممكن اضيف material تانية اقول له add material. دي هسميها البيف تو. تمام كده? وبرضو نوعها هنا عبارة عن structure. وبقى اقول له هنا اللي هي البيف تو بقول له ادي. يبقى انا كده بحسب مين? بحسب كمية كل عنصر من العناصر اللي موجودة ايه? اللي موجودة معين. تمام? آآ في مرضو ابوكرة اضيف البقيين فبس مجرد ما هقول له بس هنا اوكي وببتدي اقول له آآ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين بقى جداول material. اللي هو مسلا البيف. يبقى انا كده هجيب البيف. وهخليهم كلهم في عمود واحد. اتسرى في جدول واحد. هو هنا دائمين بعمل split. بعمل زي ما شاهدين اسم الجدول تلت آآ آآ عشرين صف و تلت ايه تلت جداول جنب بعض. في الحالة دي بقول له لأ مش عايزة عمل البيف تو بقول له اوكي وبجيبها له هنا. يبقى دي كده كمية مين? ادي الاريا وهدي الفوليوم بتاع مين? بتاع البيف بتاعنا. بتاعت مين? بتاعت البيف بتاعتنا. ممكن برضو هنعمل النوع التاني اللي هو البيف تو. تمام كده وبقول له اوكي. ادي هنا بيجيب لي برضو الكميات التانية. طبعا هيعطي فرق دي عندي لان السمك مش نفسه. يا كلبه هنالك لو احنا بصينا هنا حتى آآ هنا التوتل تحت خالص. هنا تسعتاشر خمسة وتمانين وهنا تتناشر اربعين بالزبط كده. لان البيف سمكه خمسة سنتي وده سمكه كام؟ سمكه تمانية كام؟ تمانية سنتي على حسب القطاعات اللي عندها. ونفس الشيء انت ممكن تطلع كميات بتاعت مين بتاعت الشغل بتاعك. طبعا هلا تريد او بيوسع او بيدي او اي ان كان يتغير الشكل. هو بيجيب لك بناء على القطاعات اللي هو ايه? القطاعات اللي هو شايفة. حل? آآ برضو تقدر تعمل تضغط من هنا وتختار نفس ولكن احنا ضفنا دي جواها. احنا نساب كارتريا. احنا نضيفها في الماتيريال الوحدة. احنا نضيفها في الماتيريال معلش. انه اضفها هنا في نفس الماتيريال انا مش عايز اضفها في نفس الماتيريال. اقول له ماتيريال ليست. تمام كده? واختار هنا مثلا البيف وان وهنا البيز. وهنا الساب بيز وبقول له اوكي. هنا بيضيف للماتيريال تانية. اه هنا ممكن ان نفصلهم كل واحدة الواحدة افضل. انا عندي هنا البيف ممكن طبعا انشيل دي. وانشيل دي كمان. هو البيف منت هنا هو واخدها من الستراكشرة اهو. واخدها البيف فانا اقول له لا دي انا عايزها اللي هي البيف وان. صوري انا ااسف. الشيب اللي هو البيف وان. نعم كده بقول له ابلاي. بحيث الفكرة كلها ان انا قدر بعد كده اقول له ده البيف زير واحد. وبقول له اوكي. طبعا انا شلت التانيين فده هيبقى صفر وصفر. على الغدول. ابتدي اعمل فوليوم مش total volume صوري material volume. اللي هي نوع البيف دي وبقول له ااد. طبعا كده بيجيبني دي كده اللي ايه البيف. ممكن هنا بياخد لي material جواها صح? لا مش عايز material جواه انا عايز material خارجية. باسم الله رحمة الرحيم. انا اختار مسلا. ساب بيز. ساب بيز ساب بيز اوكي. وبلغي من جواها. دي. وبلغي خمان دي. دي اه الساب بيز بتاعتي. اللي هو الساب بيز. تمام كده? اللي عبارة عن ساب بيز. وبرضه هكتاب له هنا دي ساب. بسم الله رحمة الرحيم. ساب بيز. تمام كده? وبقول له اوكي. بحيس نزل الجدول بتاعة الساب بيز واحدها. من هنا باختر له ساب بيز وبقول له اوكي. هنا بتزهر لي مين جداول الساب بيز. اه كده ازهرنا مسلا حسبنا القطع الردمو حسبنا مسلا البيف واحد وحسبنا الساب بيز. عايز ازهر بقى القطاعات وازهر جمي منهم من الجداول دي كمان. عشان طلبت منا ان احنا نزهر القطاعات والجداول جمي بها. طيب القطاعات بنزهرها بكازة طريقة ممكن من على الهوم. بنيجي على السيكشن فيوز. لو انا عايز سيكشن واحد بس فبقول له سيكشن فيو. لو عايز مالتبل اللي هي متعدد فبختارهم من هنا. هو ابو باشرطان البرنامج بيشوف لي بيقول لي انت عايز انهي اللايمنت وانهي سامبل لاين. لانه ممكن يكون مسلا عندك عشرة اللايمنت بعشرة سامبل لاين. فبيختار مين تختار اللي انت عايزه. بيختار مسلا اللايمنت والسامبل لاين من هي رقم واحد. هو بيقول لي انا هاخد الستيل بتاعي روت سيكشن. طبعا الستيلات بتاعت الكروس سيكشن. انا استاذنكم. انا عملت لكم عملت لكم فيديوين تلاتة عن السائلات بتاعت الكروس سيكشن نفسها. فدي انا ارجع لها ان شاء الله. هابعقول لكم برضو الفيديو بالضبط اسموه. الستيكشن بلايسمينت هنا عادة بيكون بلان بروداكشن. بلان بروداكشن انه هيطلع لنا بناء على التمبلت اللي انا اختاره. طبعا ده ديها قصة الوعدة اوعدكم بكورس ديها مخصوص يعني البلان بروداكشن بشكل اه بمعنى ايه ان احنا بنختار مسلا انا عايز اطلع كل اي فور فبختار له بكم جهز له تمبلت على اي فور وقول له والله التمبلت بتاعك على اي فور على السكيل المعين. هو طبعا هنا العادي بتاعه اي وان. تمام كده لو انت عايز بقى اي فور واس ري بنجهز التمبلت الاول بعدين بنستدعيه هنا وهو بناء عليها البرنامج بيشوف القطاع بتاعك يجي كم قطاع في الورقة الواحدة وهو بيحسبها البرنامج. اما في الحال دي انا بختار دايما درافت درافت دوت انه هو بينزل كل القطاعات جنب بعض. اه بحيس انت بعد كده عايز عايز بقى تعملهم بالكاد عايز تخليهم بس كده بالشكل ما فيش مشكلة. ولكن دي لازم بيكون انت مجاهز مجاهز قطاعات عندك عشان بناء انا صري مجاهز عندك على اساسه بيطلع القطاعات. ففي الحالة دي انا هختار له درافت الحالة اللي احنا فيها. الوفست رينج والإليفجن رينج دي بتاعة عرض القطاع وارتفاع القطاع. وغلا ما بتبقى اوتوماتيك. يفضل هنا اوتوماتيك تكون متغيرة بناء على تغير مين تغير المناسيب. هنا هيزهر لك ايه في القطاع نفسه. هيزهر لك ايه في القطاع. طبعا هنا دي الماتيريال اللي هو حاسبها اللي احنا عمناهم. تمام? ودي البيبيمنت والبيز. وعندك نفس الوقت هنا هيزهر لك سطح الارض الطبيعية والكوردور نفسه وسطح الكوردور بتاع البطول. يعني خليهم كلهم زي ما هم ما فيش مشكلة لانحن ممكن نعدل في اي وقت. البندات دي اللي هي الكتابات اللي بتزهر تحت القطاع. دي برضو عن خليها لانها اللي هي اللي هي شرح وافي ان شاء الله كنا كنا مكلمين عنها. تمام كده? وهنا مفوض فيه section volume table بس اتي خليها دراتي احنا ننزل العادي الاول بعدين ننزل volume table. فهقول له create sections وهنزل له sections بتاعتنا هنا. وننتظر عليه لحظة طبعا sections بتنزل فننتظر عليه هنا. نقول له control s عشان منتروحش من الموقف. ونبتدي نشوف ايه اللي ظهر معي على القطاع. رقم واحد ظهر معي القطاع نفسه اللي هي الشبكة دي. ونظهر معي الجريد طبعا عليها كتابات من الجناب يمين وشمال. وفي عندي كتابات تحت هنا. تمام? وعندي خط اه اللي هو البنفسيجي ده. عادتنا اللي هو البنفسيجي. يبدأ من اصدار الفين وتمنتاشر. قبل الفين وتمنتاشر تريبا قبل الفين وسبعتاشر الخط ده مش موجود. واقول لكم ايه فايدة الخط ده. اه وبزهر عندي في القطاع ادي طريق نفسه ظهر بالكتابات بتاعته زي ما احنا شايفين. وظهر معي هنا منطقة تهشير لونها اخضر ومنطقة تهشير لونها احمر. حل? وظهر معي جزء هنا لونه اصفر وجزء لونه ازرع. واللي في النص مش بعين حاجة. ايه بقى الحاجات دي كلها نشوف مع بعد. رقم واحد دي اللي هي الشبكة بتاعت مين? بتاعت نفسه حل؟ السطح اللي هو لونه ابيض ده? ده عبارة عن سطح لو اضغط عليه بيقول لك ده سطح ال St compliment G حشان يبقى بين بس ايه معنا? يبقى كده ايه? شكل اللارد الطبيعية هيتغير معك في كل القطاعات زي ما انتم شاهدوا. كده الارض الطبيعية هي اللي باللونها ايه? باللون الاحمر. تمام كده? طيب. الاخدر ده عبارة عن ايه? لو ضغطت عليها هيقول لك والله ده 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 المنطقة اللي عبارة عن فل. ده برضو نفس الحكاية كليك يمين وبقول له ايدت سكشن ستايل. تمام? وبتيجي في الديسبيلي. آآ زي ما انتم شايفين ان الخطوط هنا متبعدة قوي. فانا بقول له ابلاي وبقول له اوكي. اجي بوصة ما فيش حاجة تغيرت. ليه? لان البشاوات لما احنا بنعمل كده بنعمل كليكي مين وبنقول له ماتيريال سكشن ستايل. البشا بيغير فين? في البيو دايريكشن. لازم بتغيير التغير اللي انت عملته ده فين? في البلان. فانا عايز يشوف الكلام ده في القطاع مش في البلان. فبتغير من هنا وبتقول له لأنا عايز فين? في القطاع. في السكشن. ساعتها بتغير له. من هنا تقول له point two five. ومجرد بتقول له apply. زي ما انت شايف تغيرت مباشرة على القيمة اللي انا عايزة. انا عايزة point two مثلا مشان تبقى اكثر كثافة. apply بتتغيره وبقول له اوكي. ماشي بلازم ناخد بالناوي من حتة الصورة. مش عارفهم عاملينها ليه? بس يعني انا دخلت في القطاع ادينا عطول سكشن فهو لا. مفيش. اااا نفس الشيء هنا ااخد مسلا القطاع القطع. تمام? وباجي من هنا بغير له بقول له نعايز في السكشن. اخليها point one. وبقول له اوكي. تمام? يبقى كده انا عندي التهشير بتاع القطع. اللي هو الاحمر. تهشير الردم اللي هو الاخضر. تمام? طبعا لو حبيت تغير اللون ما فيش مشكلة بتعمل تلك كيمين وبتختار من الالوان هنا بتغير اللي ايه? اللي انت عايزه او شكل التهشير نفسه. بتضغط على الاسم بتاعه هنا وبتغير الشكل اللي انت ايه? اللي انت عايزه من هنا. تمام? طيب. ااا في حاجة ظهرت معي تانية اللي هي دي ودي. ايه دي ايه دي? احنا حسبنا البيف وحسبنا السب بيز. دلوقتي القطاع نفسه انا كنت عامله ايه? كنت عامله اخطأت نوعه لو احنا ضغطنا هنا وقولنا لو انا عايزة شوف البيو جروب روبرتز تمام? وبتيجي في منطقة سيكشنز. سيكشنز دي كل ما هو مرسوم جوه القطاع. فانا عندي مرسوم في القطاع مين? الانج سطح الانجي ال وده اللي نحسنا معدلينه. والكوريدور نفسه وهنا سطح الكوريدور والكت والفل والبيف منت والبيز. فلو انا اضغطي هنا وشيلت مسلا السب بيز وقلت له انا لايه الخط الاصفر ده هيختفي معاك. حلو كده? ليه? لان هي دي اعتبر زيها زي الكت وزي الفل. فلو انت عايزت تزهرها على الرسمة اهلا ومسألها مش عايزت تزهرها بتشيلها من هنا. ولكن هي معنى ان هي اتشالت من هنا ما تشيلتش من القطاع ولكن ما تشيلتش كمحتوى اتشيلت بس كشكلها من القطاع. نفس الشي انا هشيل البيف منت اقول له ابلاي. حلو كده اهو شالها لي برضو من هنا. شكل القطاع نفسه انا ممكن على فكرة املاية. ليه? لان انا اضغطي البيو ايدت. البيو ايدت ده بيبقى فايرغ من هنا. طبعا انا هو اسطيلات كتيرة مسلا لو قلت له اول كودز وقلت له ابلاي. زي ما انتم شايفين اتمالة مباشرة لكن الكتابات اللي فوق اختفت. نفس الشي. الكتابات دي عبارة عن الكود نفسه. يعني انت قدي الكود مسلا البيو ايدت ولو قلت له اوكي وقلت له ابلاي. بيزهر معايا شوية كتابات هنا. كتابات دي بتيجي من اين? برضو نبص سريعا كده لو قلت له انا عايز اعدلها. فالبرنامج بيقول لك والله انت عندك ال point واللينك والشيب. حلو? اللينك اللي هو الخط ما بين النقطة دي والنقطة دي. فهو ظاهر عليه. اللينك ده عبارة عن ايه? لو انا اضغطت هنا انا لاقي اللينك مثلا الاسمه اللي هو العلوي اللي فوق اللي هو البيف ده. انا لاقي ايه? ليه كتابة هي. زي ما انت شايفين انا هو تبصوا. ادي الابل ستايل. ليها كتابة عبارة عن view اتت ايه? سيكشن. بتبتيتي تتعدل هنا وهدي كتابة زي ايه كتابات الحلوة بتاعتنا اهي. تقدر تعدل زي ما انت عاوز. حلو كده. يبقى كل 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 سوري كل حاجة في في ال اه في الستايل بتاعك عايز تزير لها كتابة ادخل على بتاعتها تمام? واختار الحاجة دي. لو هي point اختار ال point اللي انت عايز. لانا بصوا ادي ال point هو واخد مسلا نقطة ال edge اللي هنا هو واخد نقطة ايه? الكراون اللي هنا او ال etw. لو بصينا على ال etw. ادي ال etw هو حاطل هنا ايه? حاطل هنا ال style بتاعها. نقطة الكراون مفيش. يبقى نقطة ال center اللي انا بصيت حتى في القطاع بتاعي ده. طوله cancel وبقول له هنا cancel. عتلاقي نقطة الكراون اللي هي دي. مفيش ايه? مفيش حاجة. ماشي? مفيش كتابة ليه? لانه هو فعليا في الكود سيت دوت هو مش حاطتها. فانا وانا عايز اضيفها بعمل كليك يمين وبقول له. صاري بدخل على القطاع نفسه. وبدخل على اللي هو ال view edit اللي هو ال style بتاعه. الكود سيت بتاعها. على ال point. انا عايز في نقطة الكراون اظهر لي حاج اللي ايه? ال station وال elevation. ال offset وال elevation. حتى نخليها بشكل مختلف عن اللي موجودين. واقول له اوكي اوكي اوكي. وننتظر لحظات. اتطلع لنا بشكل مختلف غالبا عن التانيين. بسم الله اهل. طبعا عشان كل نقطة بالنسبة له هنا في كراون 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 فازهر لنا ايه? ازهر لنا كل الكتابات. حلو? ففي الحالة دي انا مش عايزة اعمل control z. انت راجع عن اللي اللي عملته ده. الناس دي يعني هو style انت ممكن تعدله في ايه? في الكود سيت بتاعنا. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. control z z z. ايوة بحيكي. طيب. ايه تاني? ماشي. ايه بقى فايدة الخط الخارجي ده? طبعا انت شايفين التعديل اللي بيتم مع الواحد بيتم مع كله. دي الاخدر اهو. السطح حتى تتأكدوا ان السطح ماشي تمام معنا هنا وماشي مع البوتوم وفيش مشكلة وحاسب لنا الكمية وتمام. طيب اول حاجة انا عايزة ازهر الجداول بتاعتي وعايزة اشوف الخط اللي براه ده. خط ده اسمه خط البفر. زمان لما كنا ساعدت احيانا كنا بنرسم على القطاع على سبيل المسال انا جيت هنا وروح تراسم مسلا ايه انا عندي والله جسر مسلا هنا. او عندي مسلا عائق هنا زي بيت مسلا كده. بس انا حاجة زي كده. وعايز الحيطة دي تفضل معي موجودة في القطاع. موجودة فين? في القطاع. ماشي? انا رسمت خط زي ما انتوا شايفين كده. زمان لو انا كنت رسمت خط وحصل اي تغيير في المنطقة زي ما عنا شوف دواتي تغيير. لو انا ضفت دواتي الجداول عشان مع اضافة الجداول عتلاقي ان الجداول او القطاعات ده خلت في بعض فلازم نعملها حاجة اسمها update. فبيعدل الشكل. ولكن لو انا رسمت جور بفر ده. لو انا رسمت الحاجة زي كده عتلا تتحرك معي. اما الايام الايام القديمة لو كنت رسمت هنا كده حاجة. وقات القطاع ده اتحرك الخط ده بيفضل زي ما هو والقطاع بيتحرك لو عشان شونا على سبيل المنطقة دواتي انا هنضيف الجداول بدعتي. اضغط على اي واحد اللي هي جداول كميات. اضغط على اي قطاع وتقول له view group properties. وبتيجي في section views. انا نلاقي هنا ايه? نكبر شوية هنا كده. دي هنا خاصة بالبندات وهنا دي خاصة بال volume tables. خاصة بال volume tables. مجرد ما بتضغط عليها هنا. تمام? فهو بيقول لك النوع بتاعك ايه? material ولا volume table. فالحلقة دي بقول له مثلا volume table وبقول له add. فبيجيب لي مين? total volume table اللي هي cut والفيل. اقولت له apply وقولت له اوكي. 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 زي لو ان شايفين القطاعات بقى شكلها غريب. لان هو عمل shift للقطاعات. عمل مين? shift للقطاعات. كل ما هنالك اللي انت هتعمل ايه? وانت ضغط على اي اي خطاع من القطاعات دي بتعمل update group layout. بس انا عايز اتأكد بص شايفين الخط اللي معنا ده هيمشي ولا مش هيمشي. نعمل update group layout. وبالفعل اتحرك معنا قريدي شوية. اهو. الخط بتاعنا اتحرك معنا. حلو? حتى احنا هنعمل ايه? نعمل خط فوق مين? فوق القطاع عادي القطاع بتاعنا عشان ده كده منطقة برا القطاع. حلو? عشان نشوف التغيير اللي هيحصل تاني. هحط جدول تاني ونشوف موقفه ايه. او ممكن نعدل على فكرة حجم الجدول ده. نبدأين كده سريعا عند الحجم الجدول. نعم بالمرة سعين. الجدول ده تاني من الناس بسم الله ما شاء الله يعني انا بيجي طلع القطاع بيخلو الجدول كبير زي ما هو كده بيبقى الجدول اكبر من القطاع بخمسمائة مرة زي ما احنا شايفين كده. ابسط شي عشان دعدل الجدول اضغط على الجدول اعمل click يمين وقوله edit table style. وغير ارتفاع بتاع الكتابات دي بس. انا مسلا اتنين ونص على سبيل المسال اتنين ونص اتنين ونص. مجرد ان بتقول له اوكي. هتلاقي الجدول صغر وبقى شكله احلى. وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين الخطة لسه موجود فوق هنا. المسافة بعدة هنا كل ما هوني اللي اجناب بضغط على الخط على واحد فيه وبقول له update group layout. حلو update تاني. عشان بس يربط سليم update group layout. اهو. زي ما شايفين الخط بتاعي اللي انا رسمته بتاع المبنى مشي معايا مافيش اي مشكلة. الخط التاني هنا هو لان خط القطعتك المفوض في center هنا لا اتحرك معنا ايه? اتحرك معنا شوية. فدي فايدة البوفر الجديد ده. خط البوفر الجديد ده. اللي انت اي حاجة ترسمها جوه خط البوفر ده. هتتحرك معاك بتغير مين بتحرك بتاعك. حلو كده. حتى لو انت فكرة ده انت ممكن تعمل له موف. ماشي زي كده مسا. ناشي. بس هون الفكرة كلها ان انت بعد كده لو اتغط على السكشن و قلت له update group layout. هتلاقي رجع تاني ايه? رجع تاني مكانه. ناشي. هيرجع لازم بيرجع مين? يرجع تاني مكانه. في ايه? في المجموعة. لان هو ما كانش ينازل لوحده. هو نازل مع المجموعة في بيرجع مع المجموعة تاني. لكن لو انت نزلت لوحده على سبيل مسال انا هنزل مسلا اتقطاع ده كده مسلا. لو نزل لوحده. انا بنزل القطاع بس لوحده. هادي القطاع ده هنا كده. وده مش مرتبط بينين مش مرتبط بحد. ولكن انا ممكن اضيفه المجموع. يعني مسلا لو انا اضيفت في اي وقت اضيفت القطاع في النص مسلا كده. وعايز اضيفه للمجموعة دي مجرد ما بتدخط على على القطاع. هتلاقي حاجة اسمها move to move to section move to section view groups. مجرد ما بتدخط عليها بيقولك فين بتاعتك. بتقول له هي رقم واحد دي مباشرة هو بيخش ما بينهم. وبيزيح حتى المجموعة التانية اللي موجودة. حلو كده لكن هو عشان موجود فمش هيصدر معاني. تمام? يبا احنا كده كل ما هونالك اللي احنا ايه المنطقة البفر دي مهمتها ان انت لو رسمت اي حاجة جوا منطقة البفر هتتحرك معاك ما فيش اي مشكلة. بنفس الوقت الجداول بتاعتنا ادي هنا الجداول بيين اللي كان الكت والفيل. طب انا عايز ابين جداول بيين الماتيريال بتاعتي. في موناع ثاني من الجداول انت بتضغط هنا وبتقول له انا عايز view group properties تمام? برضو في ال volume tables فهس ساعتها بتقول له انا بنفسه أكرم بالمترجم ما فيشروط بيشروط موناعي يترجم الفيشروط bilo وoughtشوف أ trouxa م Houston. لا استخدام ي obtener الو今ة الماراضة بذرة موناعاك وجود موناعها.放دت حول موناعيهم alAva pal a Nossa tongue iiiiiiiil. أيه سورة الل او انا اترجم بيشروط موناعاك متوفرةً من مشكلة وي تحديد معنا هو ما ظهرش ما ظهرهاش لي بسم الله برضو هنا لعملنا update group layout كي زمن شايفين لايه كل حاجة بتتحرك معنا بحيث بعمل update للgroup layout ولكن باية المتالي المفروض بده ظهره ما ظهرهاش لي خير خيرا خيرا بسم الله الرحمن الرحيم نعمل وشنا ده وقال له ثاني material او materials بقول له add لا هنا جايب الاقاطى الرد مفروض في بقية المتالي اللي هو ما شفهاش لي خيرا المفروض يعني بيشوف بقية المتالي بس انا عمل اشوفها لكل ايه طيب بيشوف بقية المتالي في حاجة لو في متالي اللي أنا بتقول له add بيشوف لك كل المتالي اللي موجودة بحيث لو في بيف او في صب بي او البي والصب بيز و البيز وما الى ذلك كلهم بيظهروا في نفس جدول العلمين كده كلهم بتحت بعض حيث بيجيب لك هنا المتالي بيجيب لك هنا مثلا المتالي الاسم بتاع ايه والاريا بتاعتها كام والفوليم بتاعها كام والتجميعي كام يعني احنا بصينا حتى في خطاع تاني قدام واجاب هنا الكات والفيل ولكن بقية المتالي لازم مفروض بتظهره مش هم صراحة وما اظهراش لي هنا وانا اضغط عليه وقلت له computer material احنا مش عابلين في نفس البيتاع مموجودين هنا المفروض يظهروا معنا هناك بسم الله الرحمن الرحيم خيرا لماذا طيب معيش انا بقية شوفها كتاني لها طيب عشان وفي حد كانت سألني عليها وانا شفتها والله في فيديو انا مكنتش عارفها صراحة بلكده شوفتها في فيديو ازاها طلعت مظبوطة وانا جربتها بكها تزبطت لانتي ما زبطتش لي ما عاربش بس اي محولنا طيب الجدول نفسه زي ما تشافين هو ملاصق للقطاع نفسه تقدر تعدل برضو الشكل ده ما فيش مشكلة انت مجرد بتضغط على view tables هنا change view tables هي بتيجي معيك على الشمال هنا مكانه فين زي ما شافين هو المكان هنا جاي على اليمين حلو كده ساعتها لو انت ممكن تغير مكانه وفيش اي مشكلة في اي مكان تاني مثلا bottom lift حلو كده هنا بيجي لك تحت منها ونفس الوقت دي مسافات يبعد عن القطاع بها احنا خلنا top lift زي ما سوري top right اه زي كده وانا عايز ابعد في الاتجاه ده شوية ما تبقاش ملاصقه فبتيجي مسافة الـ x بغيرها مثلا بقول له عشرة او خليها رقم كبيرة عشان تبقى مختلفة زي ما انت شايفين وانا اقول اوكي هتلاقي اي مجرد ما بتقول له اوكي هتلاقي بعد عنها بمسافة عشرين ام 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 احنا عملنا بالمجب لا سوري ان هو عشان بس عايزة تعمل له update update group layout بسم الله الرحمن الرحيم او كده الخط بتاعك او الجدول بتاعك بعد عن ايه ما بقاش ملاصق طبعا الشكل القطاعات دي بتختلف من مكان للتاني ومن فكر للتاني انا بالنسبة لي ما بطلعش بندتا انا بطلع بس شكل القطاع بتاع بيبقى عندي تحت منها هنا الارض الطبعية منصوبها هنا والتصميم بيجي بشكل انقاط فوق كده وخلاص عا كده انا راجل بقى برده بقى لي روعين فيه طبعا الاشكال كتير للقطاعات فيه ناس تحب بتعمل بقى قطاعات وبهرجة وبتاع لا انا مليش في الكلام ده خالص اتساب طيول القطاعات يعني فدي كده الكميات احنا كانت طلعنا كميات بشكل جداول موجودة معنا في الرسم ونقدر نطلعها برضو بشكل جداول بشكل كده او بتطلعها من بتاعتك او تمام اه ده بتطلع لك برا برا الشكل مثلا البيز والصاب بيز نفس الشيء. بتطلعها هنا على حسب الشيت عايزوا اكسل ولا عايزوا اه الحاجة اللي النوع اللي انت عايزها مسلا هنا بتطلع لك صفحة ويب زي كده. نا اللي هو زي كده بس انت طبعا دي ماتيريال انا لغيتها ناسي فعليش. البوليوم ريبورت. اي بتطلع لك كميات كده او بتطلعها بشكل جداول جوه الرسم بتقدر ايه? تقدر تتعامل معاها وبشكل مين بشكل خطاعات. دي كده حساب كميات الحفر الرد ما بين ايه? ما بين بشكل خطاعات. طب نشوفها. حيط او انا عامل سطحين من بعض. بتيجي على قيمة بورد وانالايز. هتلاقي حاجة اسمها بوليوم داش بورد بتضغط عليها. بتدي تقول لولا انا عايز اعمل سطح كميات جديد اللي هو create new volume surface. فهو بيسألك السطح عايز تسميه ايه? سطح الارض الطبيعية. وسطح المقارنة بتاعك هيبقى سطح مين? سطح البوتوم. وبقول له اوكي اوكي. فهنا بيجيب لك كمية ما بين السطحين فعليا كام? نشوف كده كمية دي كام? فهيضغط على حرف الايه اللي موجود هنا ده بحيس يطلع علي بشكل كتابة على الرسم. وراح احطها جنب مين? جنب الجدول اللي اللي لم طلعوا كميات الحفر والرد. نقول له موف من هنا. وتعالي هنا كده. ونشوف كميات هنا مقاربة ولا مش مقاربة. هنا الكت طالع تمانية وعشرين ستمائة 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 ستاتة وستين. في حين ان هنا طالع كام تمانية وعشرين متين سبعة وتلاتين. طبعا القيمة قريبة جدا احنا من الكلمة تقليل في ربعمائة متر بس ولا تلاتين. طالع كام تمانتلاف سرع تلاتة وتمانين الف تسعمائة ستة وستين وهنا طالع تلاتة وتمانين الف تسعمائة وستاشر يعني فرق كام فرق خمسين متر في في الكت في سرع في الفل. حلو كده. فكده السطحين من بعد قريبة جدا من 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 عملية الكميات من خلال القطعات. ففي الحالة دي ما فيش مشكلة يعني تستعبع ضربونا في البيئي يعني ممكن ساعات بتزيد عن القطاعات ساعت كتميات الخطاعات ساعات بتزيد عن السطحين من بعد وساعة بتقل. يعني سلحات زوحدين ساعات بتزيد. وساعة مين ساعة بتقل. فغير كده لو لقيت القيمة القيم مختلفة جامد ما بينهم ومن بعض. لا ساعاتها بتقلل المسافة ما بين القطاعات اللي انت بتزود قطاعات زيادة. لقد ازاي برضو بالمرة انا هاعمل هنا القطاعات كل خامس عشرين متر انا عايز اخليها كل اتنشر متر ونص. كل ما هنالك انا باجي على قيمة الهوم وبقول له sample line تاني وبضغط على ال alignment بتاعي. فهو دلوقتي شايف sample line اللي هو رقم واحد. هاجي هنا وقول له انا عايز برضو. وبدل ما هي خمسة وعشرين هخليها كل اتناشر متر ونص. تمام? نفس الشيء في الكيرف اتناشر ونص. انا ما عنديش سبيلر فهقول له اوكي. فهو بيقول لي طب عندك هنا دوبليكات اه ليه? لان مثلا خمسة وعشرين اه دلوقتي عندي حاجات متكررة. اعمل فيها ايه فبقول له delete existing list يعني كل اللي قديم الغيو خلي لي بس الجديد وبقول له اوكي. تمام? عندي يزود لي طبعا القطاع في النص هنا ما بين كل واحد والتاني. لحظات بس بيزود القطاع. مجرد وبقول له enter. يبقى كده هو هيعمل لي كل اتناشر متر ونص ويفضل ان يكون بتاع الكوريدور ماشي نفس المبدأ. يفضل ان هو ماشي يبقى نفس المبدأ. عشان يجيب لك الشكل صح بتاع الحاجة بتاعتك. فساعتها بتعمل بتاعك. ايه ده اكيد ان هو كل كان اتناشر متر ونص او مضاعفة الرقم اللي انت بتختاره. تمام? زي ما انتم شايفين على طول الجداول بتاعة الكميات اتغيرت معاك. ايه حتى الجداول دخلت في بعض اللي ان احنا ايه المجموعة دي ماتيريال تانية. ايه. طبعا كان الاول احنا الكمية بتاعتنا كانت هنا عنا من لها موف ونشوف الكمية الفعلية اتغيرت شوية ولا لأ. الرابط هنا لا والله بعدت مش الرابط. هي كتال اول تلاتة وتمانين تسعمائة وستاشر دلاتة وتمانين تومية وتسعين صغرت يعني. فهنا زي ما قلنا سلاح زو حدين. زيادة عدد الساكاشن او الليتها سلاح زو حدين فحاولوا ايه تبعدوا عنه. اه لان هنا كتال اول كانت تلاتة وتمانين تسعمائة وستاشر دلاتة بقت كام? تلاتة وتمانين تومية وتسعين. قالت كمان مش زادت. تمام? في نفس الوقت القطاعات زادت هنا ولكن القطاعات الفيو اللي كانت موجودة هنا اختفت كل ما هناك تعمل برضو تقول له اه كريت اه ملتيبل فيوز. تمام برضو انا عايزة وحتفز بكله زي ما هو بقول له اوكي بنزلهم هنا. ونشوف كده القطاعات هتطلع ولا مش هتطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان ايه القطاعات بدينا. ادي القطاعات طلعت معانا بالماتيريال لست بتاعتنا بكل شيء ايه بكل شيء سليم كمام. ونفسي حكاها تبدوها قطية تضيدي ببرضو الجداول ما الى زلك. ما نقول ان احنا قد غطينا الكميات من القطاعات. نحن. واتليما هنا دلوقتي ممكن نطلع اللي هو الفوليوم ريبورت. لو جينا هنا في التول بوكس هنعمل فوليوم ريبورت وبتقول له اكسيكيوت. سمي لين جروبس إختار احنا الروض واحد بتختار المstellen اللي انت عايزه وبتقول له كرييت ريبورت بيطلع لك ريبورت نفسي الحكاية اللي هو الفوليوم ها الى زلك. اه اه انا تحت عمركم في اي اسئلها. طيب الدكتور سينان اتفضل اتفضل عفوا اليوم راح نثقل عليكم بس انتم ما شاء الله جزاكم الله خير يعني معطاء في المعلومات فأرجو انه ما نثقل عليكم لا بيت فضل استاذي قبل شوي اتكلمت عن الستايل لما مثلا عندي الكروس سلوب الكروس سلوب اللي هو ممكن يكون 2% أو 1.5% هذه بعض الاحيان لما اظهرها يظهر معها كلمة vertical فهذه حاولت كيف ممكن نقفي اذا اظهر هذا الكلام مثال اللي قدام منك كلمة vertical هنا مش بينة مثال اللي قدام منك ده مش بينة فانت بتخش هنا على سبيل المثال اللي هو القطاع ده ده اللي هو اسمه في الحالة دي اللي هو القطاع ساح كده احنا بنتكلم على اللي هو المفوض اللي هو ده هي هنا باينة vertical ولكن في جريد تيكست هو هنا جايبها vertical vertical صراحة وانا مش هي مفوض هنا في خط vertical هو مباينة هو مش معاينة تبقى ده اخد نفس الستايل اللي موجود دوته وتعدل عليه ال view edit اه لانو الستايل ده مسلا هو مكتوبة هنا في vertical ولكن ليس باينة بالفعل ليس باينة عندنا في الرسم هنا نعم عندي اتواب في الكمبيوتر بتاعي ظهرت عندي يعني كلمة vertical ظهرت ايضا في القطاع اه لان اشكره والله من الفين وطاريبا ما زرتش معي خلص view edit ما زرتش معي خلص كلمة شكرا شكرا جزيلا بسبب ما ابدأي لو احنا اخترنا حاجة تانية ليش اذكت اختارنا كده اختر حاجة تانية ونشوف هتظهر معنا ولا لا انا. انا مش بالبوينت عايزين برضو في اللينك. ده مفروش. عايزين. طيب. اللي هي دي. انا واخترنا ده وانا لو اوكي اوكي اوكي. اسم الله بحمد الرحيم. نشوف كده تظهر معنا ولا لا. القطعة تصد كتير على الرسمة فطبعا بتاخد هنا زهر او نصغر شوية كده القطعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قريبا هنا تظهر كلمة vertical. برضو هنا ما صارتش كلمة vertical ولكن هنا بص هنا مبين ايه اسم الكود نفسه. الATW وما الى ذلك. فانت اخد اقرب حاجة من الموجودين اللي مش ظهرة فيها وعدل عليها واشتغل عليها. اني ما ظهرتش برضو معي كلمة vertical هنا. فبس ظهر الكود بتاع النقطة. اه تاكل عافية شكرا جزيلا. حد تاني يا شباب. في حد تاني عنده اسئلها يا معه. باش مانس محمد عاطف. فضل. السلام عليكم ازاك يا هندسة. السلام عليكم ازاك يا هندسة. ازاك يا هندسة شام. الف شكرا الله ازاك يا هندسة في مخطط معي. عايز بس حضرتك تقولي على فكرته عشان هشتغل عليه ومحيارنا الصراحة. فهو بس انا عايز ابعت لحضرتك الصورة تبص عليها بس وهتقولي على الفكرة بس بتاع الالايمينت والبروفيل. ممكن? صورة? يعني ابعتها الصورة. صورة ابعتها الوقتي عالجروب رفعتها عالجروب. ممكن تبص عليها. صورة انا مش شايف صورة صراحة. جروب ايه? جروب هنا. الجروب اللي هو بتاع سيفل 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 سري دي. بنية يعني. اه. هنا طب لو ينفع هنا. بسيب Truman تبص عليها. مفيش هنا على الرثة. الجروب صغير طب كده افتح النيت. الناب بعد طب افتح الناب. فيس. بسم الله الرحمن الرحيم نوصل للمجروب فس الجديد ده الواحد مش عارف سرح يعمل هادي الجروب ده ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ايوه دي دي كده مظبوط ايوه هندسة السنتر دوت للأساس بس ولكن انت الفعلي انت عندك هتعتبر من هنا انا بس هقول لك هقول لحضرتك سريعا اللي بالعرض ده طريقه تبع وزارة النقل واللي جاي بالعكس اللي جاي عليه ده طريقه تبع الأمان عايزة ربطه عليه تمام يعني لو بالعرض ده هو تعتبره كينه انترسيكشن اه انا بتكلم بقى على الرمب اللي هو هيدخل على طريقه الرئيسي واللوب الرمب ده اه هو الالليمنت بتاعه مثلا هحطه على على الحد الخارجي اللي برقه صح؟ الحد الخارجي اللي هنا ده انا بتكلم على التاني الشمالي هندسة الرمب ده كده؟ لا ده ده المفروض طريق قائم وهيتزال اللي هيتعامل بقى اللي هو جاي بكيرف كده عشان يدخل على حقه وصاره ايوة ده طيب ده المفروض اللي منت بتاعه يبقى فين اللي منت بتاعه على الاتج الخارجي هنشان يوصل معاك لحد الاخر صح؟ صح؟ لو تدخلت على الاتج الداخلي هتقف هنا اه تمام طيب والباقي ده مش هتعرف تحق تزبطه فايوة فضل على الاتج الخارجي توصل بين حد هنا وفي نفس وقت البروفيل على البروفيل؟ البروفيل على الالليمنت اخبري هندسة عندك التصميم بتاعك هنا السنترلين بتاعك هنا هتنقله هنا حلوة كده غد ما هيوصل من هنا ده بتعتبر المنطقة ده بتعتبر تبعا نحن نتبعا تبعا التقاطع واخد بلاك كأنها تقاطع فدي دي تعمل لها الوحدة دي تعمل لها كأنها تارجيتس الوحدة المنطقة الصغيرة دي وبعدين بتحترم الخط ده شايف الخط ده بتحترم المنصوب بتاع طريقه الرئيسي حتى هناك عتتدي من اول هنا كل دي كده تمشي مع بعضها يعني انت معاك المنصوب التصميمي هنا ومعاك المنسوب بتاع الـ existing بتاع الطريق الثاني هنا. يبقى المنطقة دي كده كانتك عملت مين كانتك عملت طريق او اللايمنت الصغير بالبروفيل بتاعه هنا. وبعدين عندك الخط ده منسوبه برضو من الطبيعة على حسب لو انت بتربط على طبيعة. يبقى كل ده كده هيبقى خط واحد يبقى تارجيت لمين تارجيت ليك من الحرق. يعني ده الـ alignment بتاعك ومصار الاساسي هيبقى هنا. والتارجيت التاني بتاع التوسعة بتاع المنسوب هيبقى ماشي هنا كده. طب لو هعمل cross-section عندسها من اول الطريق اللي هو ج الامانة ده. هنا اول صفر. من اول صفر يا هندسة ده اللي جاي تلات حرات وبعدين بيدخل في في الرمب بحارتين وبعدين يطلع حارة التسرع وحارة واحد. كده انا محتاج تلاتة cross-section مثلا للطريق ده بس لللوب ده ولا ممكن اعملها بحدة التارجيت. مدراتي بص انت اعتباري التسرع cross-section يعني الاسمبل يعني الاسمبل انت المنطقة دي كده هتعتبرها الوحدة. المنطقة دي واللي قبلها كمان اللي هو من صفر المية. ده قطاع. حلو كده؟. ده قطاع الوحد ويتعامل. ده قطاع الوحدة. ده قطاع ثاني. قطاع ثاني بدون زيرة. وبعدين قطاع ثالث ده الوحد وده الوحدة. يعني هو فعلا انت كوردور هتمشي بس الحد هنا. البداية مش هيبقى في الكوردور بتاع الطريق الرئيسي ده. هيبقى واحد للليمين واحد للشمال. او وحارة التسرع برضو. ليه هكطاع عندسة؟. ما هو ده كلهم مع بعضهم. المنطقة دخلها كلها مع بعض. المنطقة دخلها كلها مع بعض. اه تمام تمام ماشى عندها سأل فشكرا ماشى باشى العافية دكتور جاسم هادي ممكن تفضل عافية شكرا جزيلا عني سألت بس يمكن ما رفعت الايب شكرا اه طيب باشمان سحمز تنمو عليكم عندها سألت الله كاتو. رحمد الله ايش يا ربارك بخير عندها والله منورنا يزاكم الله خيرا معلش عندها هو طلب وسؤال في نفس الوقت لو حضارك تفضلت علينا بس في المحاضرات القادمة تشرح لنا طريقة تعامل الكردور للراون دابوت بص واراون دابوت لانا لأسف انا مشتغلت شري كتيره ولكن هو انت حاول تشغله انا بحبه صراحة انا عملته بس عملته يأدوي لا اني بتقابلني مشكلة معايا مشروع في الميول مش ماشى في تجاه واحد. المصمم بيني انه الميل من نقطة لنقطة وفيه كربستون جاتر. مواخد معلج كربستون جاتر رامي على الاسفلت من جوه على والمفروض اللي هانا رامي من 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 سنة الراون لبرا الكربستون جاتر. على حسب المياه بتجمع فين? بتتفرقش يعني. عمش. ممكن بترمي. ممكن بترمي البرا وممكن بترمي الجوه. اهم شي انت عارف ميتك رايحة فين. طب هو ده بقى وانت بتعمل فيه كم كرودور. ممكن بتعمل كرودور واحد ولا كزا كرودور. او بتعمل كرودور بص كرودور بانت بتضيف كزا بيز لاين. يعني هو كرودور الواحد بتعمل بيز لاين. او سا انا هفتح لك مشروع كده سريعا برضه بالمرة لحظة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي كده. ماشي? تمام. حلو. بص الكرودور اللي انا عامله دوت لو انت بصيت عليه عتلاقي اه في كم بيز لاين. هادي كرودور بروبرتز. دي عدد اللي موجودة جوا. تمام. حلو كده? انا عندي جزء الاول اللي هو اللي هي اللج الاولى دي. حلو كده? وعندي اللي طالع في الاخر هنا. ماشي? وعندي الجنب اللي علي مين ده لوحده. يعني لو قفنا مسلا كل واحد او قفنا عليها. حلو. او بص. هتلاقي ده كده كله مع بعضه. ولكن الكرودور وصل لحد فين لحد الدايرة دي. انا عايز اخطي لك حتى الكرودور عشان تكفيدي تشوف. مسلا قفنا ده. وقلت له apply rebuild the corridor. عشبت الميت اللي هتطلع. اوكي اوكي. دوسي عالجة احمد. اهو. شايف? ليه الكرودور في عندي الكرودور الاساسي مسلا بتاع السنتر لدائرة السنتر. تمام? وبعدين كل 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 زراع من الزراع دي طبعا برا ما فيش مشكلة ماشية من طريق. لكن الزراع دوت اهو. جاي من هنا. رابط على السنتر لين لحد ما وصل الدايرة بتاعتي وبعدين رابط على اج الكرودور الاساسيسي اللي انا عملته هنا. بحيس يبقى اخر نفس الميون. وبعدين راجع تاني رابط على السنتر ده بحيس يربط على مين? على طريق هنا. نفس الشيء هنا. اه نفس الشيء هنا شايف? رجل كاملة. طبعا هي على حسب. ساعات انا عندي هنا في فاصل. ساعات الرجل دي او الليك دي يعني وصلة وقفلة لحد هنا. فساعات انت تتحمل المنطقة دي لحد هنا وتوقف. اخذ بلا. انا قلت الكرودور هنا ملوش حالة سابقة. لا لا كرودور لأ ملوش 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 بتاعتي وبعدين ميل اكمل الميل معي. يعني نفس الميل ده مكمل معي لغاية الاخر. يعني انا شايف حضرتك انا شايف حضرتك واخد نقطة سنتر الكرودور هي الطوب الهاي بوينت ورامل مية كلها برا على الطريق. اه ليه لانا عندي هنا مجال ان انا ارمي مية. واخد بالك لا ممكن بقى ساعات هم بيرموا المية جوه عشان عنده نقطة تجميع كالتو بيزن مسلا وبيطلعها او حاجة. واخد بالك. لكن انا بالنسبة لي انا مناطق هنا مفتوحة. اصلا الكرودور هي حصل لو هو هو بلد مسلا على سبيل المثال يعني اه ممكن بيجمع في النص وبعدين بيعمل وبيطلعها. لكن فيما كان مفتوح لا بيرميل برا الافضل. خلاص. مشكورة هندسة بزاكم الله خيرا عن المعلومات. ربان جوام زاك سناتك يا ربان. بس بوس انا راون دا باوتت شرحت مانطقتين مع اخوك اه محمد عبدالعظيم ومع يوسف الماليج. بس الاتنين تقريبا شرحينه يدوي مش اوتوماتيك. مش مش عارف حسد شرحه ولا. سواء اوتوماتيك سهلي يعني تدخل على الانترسيكشن والرون دا باوت بتديله المعطيات وتشغلها. بس لو هو عندك متصمم اريدي تفضل ان تتعملوه اناول. ماشا هندسة بزاكم الله خيرا. لا فزاكم. ماش موانس محمد سمير ممكن تتفضل? السلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. طبعا اشكرا على موجودك اندازها. يا بعد ايذن حروة ان hjندازها كمية اليارداد بس عايزين طريقة كويسة فيها يا بعد ايذنك. يا لها القطعة السكنية. الهانية ياث قطعة السكنية. اه دي مرة قياه ان شاء الله. بعد ايذن. انت دي اهم شيء تعملها بارست زاس. اه ان شاء الله بازل الله احملتك. اه احنا نعملها في فلبرسي بخلال البارسي عام تولع كمية. حركة البارد 의만 خلال لها سريل بول line يعني. اللي هي باخدها من كرودور وكده يعني الطريقة كويسة يعني. بص هو في جماعة الحياة بص انت هتعمل سطح. الفكرة انت هتعمل سطح من النص الاي ان كان بقى اي ان كان هتعمل سطح وكل ما هناك ان احنا القطع الاراضي اللي في النص دي هنعملها اللي هي القطع الاراضي. تمام. فعلا في لحظة واحدة هنقول له يطلع لنا الريبورت كل الكميات بتاعة القطع الاراضي كلها مرة. وبتبقى حضرتك مربوطة بالكوريدور. يعني عايزها تبقى مربوطة بسطح الكوريدور. تبقى. هي الفكرة كلها. القطع الاراضي دي اه اه عمرة عن قطعة ارض. انت عايز تطلع بقى كمية السطح بتاعها. كمية سوري كمية الحفل الاراضي بتاعها. اه. اساسها في السطح. فانت هترجع للسطح. السطح انت عايزه. هي الفكرة كلها انت هترجع للسطح مش للقطعة الاراضي. يعني قطعة الارض هتطلع لك بس لكن السطح ده هتعمل من ايه? ما تعملش ايه? قطع تعمل على الهج دعوه. على اساس السطح بتاعك. بالسطح بتاعك انت لازم تكون ربطه بحاجة. ويفضل لو انت عايزه حاجة مربوطة يبقى تشغل بفيتشار لاين مش سريدي بولي لاين. لان الفيتشار لاين بالذات الاصدارات الحديثة بيبقى مربوط بالسطح. تمام تمام. اهو عايز ربوطة. يطبع يطبع معاه. السطح ينزل ينزل معاه. فهي الفكرة كلها. تكوينك للسطح بتاعك. شوف انت بتكونه من ايه? بدل ما هو سريدي بولي لاين لأ. عشان يبقى متغير وربوطه بسطح عشان يبقى متغير مع السطح. ماشي. بعدها عبزنا جاني المحاضرة الجاي انت شوف لينا الموضوع ده. الفكرة كلها انا انا ما اقول لك هي الفكرة كلها المحاضرة جانا هشرح البارسلز وزاي تطلع فعاد لو تبيه سطح كميات. لكن اه السطح النات عمل ازاي? ده احنا شرحنا ازاي نعمل الاصبع. ماشي ماشي. طريقة عارفة بس يعني طريقة اللي هو اللي نربط الكميات بتاعت الاردود بالسطح بس هي دي اللي انا محتاجة يعني. ما فيش رسكت ما فيش رسكت ما فيش رسكت. طيب. اهم حاجة بس كون السطح يساحها بس. ماشي لا دي ما فيش مشاكل بس هي مطيط اه الربط بتاع الزيرو بالكميات بتاعت الاردود بس هي دي اللي محتاجة. بعد ازنك يعني. لكن طريقة السطح طريقة السطح اللي افسها مشاكل. لكن الربط عايز اربط الكميات القطع السكنية بالزير اللي هو الكوردور يعني. بس. بس. والله احرارك هيفلاك خاص برضو هتدي لك ريبورت ومش ربط. بس عشوف المرة الجاية. بس ما اعتقدش ان هي هتغطي كتا انت عايزة. خلاص ماشا. ماشا بك. ماشا بك. ماشا شكرا. مزاك الله خير على الله. مصطفى. مصطفى. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اطلا بركاتكم. مهندس سيام بارك الله بكم. الله بركاتكم بس علي صوتك عشان مستمعك خالص والله. اه تسمعني? ايوا كده اه علي صوتك. عربت الفون منك كده ولا كمبيوتر. بارك الله بكم على المجهود الرائع. تسلام. حبيت اسأل اه خارج هذا الموضوع اه اعتذر اه تصميم الشبكات الصرف الصحي والامطار. وخاصة مثلا الخندق الحفر. اه. وحساب الكميات البدنج والسوراوندينج. يعني فيه ممكن تساعدني بهذا الموضوع. بتاعي اصدقى التكسية بتاعيتها نفسها يعني او حاجة? لا يعني البايبس. الا البايبس اسمي. اه ماشي. بص البايب نفسها اه يعني احنا كنا شرحنا في الدورة بتاعة السيفل بتاعزي كنت شرحت الكميات المبدئية للحفر والرد. او اخط بالك. يعني ليه. ان الكميات الفعلية بتيجبونها على الحفر اللي موجود. ان الحفر ممكن بتكون standard او او حفر الاسبر سايت. فلو الاسبر سايت كل ما هونالك ان انت بعد هتحط البايب وبوتحط على حوال منها المتاريات البداعية هلما الى ذلك. ده يفضل ان انت لو انت بتعمل الاسبر سايت يبقى تعمل صفحيين من بعد كل ما هنالك هتحسب الكمية انا ممكن ان احسب حتى كمية الترنش اقول لك تتعمل ازاي كمية الترنش. اه بيتحسب الترنش وبتخصم مسلا الجزء بتاع منها. اخذ بالك. اما خلال البرنامج البرنامج ممكن يعملك يعني حصر مبدئي للكمية بناء على اقل كفر واعلى كفر. ودي كنت شرحتها هستاذينك لو تبص عليها من هنا قطع المرة الجاية. تبص عليها في دروس حسابك. دروس الدورة الاساسية عندي. هتلاقي اه تدام الدرس رقم اربعين. هستاذينك بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين في الدورة الاساسية اللي هي الواحد وسبعين درس دول. اه. تمام. هتلاقي اه. الشبكات. اهي. درس لقم تمانية واربعين. كافية حساب كميات الحفر والردم للشبكات. ولكن الفكرة ان احنا حسبنا هنا كمية حفر والردم وبناء على متوسط اه سوريا فرق المنسوب ما بين اعلى كفر واقل الكفر. فدي تبقى كمية مبدئية. اما كميات الفعلية لأ ما بتتحسبش البرنامج مشاهدة اللي يحسبها لك ان هو اه يحسب لك سطحين من بعض. انت ممكن بقى تحسبها بالنزام السطحين من بعض العادية. تعمل سطح الحفر بتاعك وسطح الطب. وتبتدي تحسب الكمية الاجمالي كام? وعلى سبيل المثال تقسم بتاعتك. اه ولو انت عندك اتنين طبعا الماتيريال اللي حاولين الحاجة والماتيريال اللي فوق منها حاجة تانية. ساعتا بتعمل سطح المتوسط بالنص. اقول لك برضو ممكن احاول المرة الجاية اقول لك مسلا تعملها ازاي. ان شاء الله. شوفها الجزيلة. انا عافظة. عافظة. وانز اه فتحي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اناك عندي اصلا ببركاته. ايه اخوة لك الحمد لله والله تمام. الله الحمد لله. اه اقول لك عندي اه دلوقتي انا عندي الالايمنت وعند الستيشن بتاعته. اه عايز مسلا هي بتبدأ برقم اه في كسر. اه. فهي مجرد انها عايزة عايزة مشي بنفس الطريقة دي. وليكن مسلا تشعمائة حمسة وتمانين وكسر. هي الاسف اما باجي مغشيها كل اشرين متر بنفس التسلسل ده ما بتمشيش. بتيجي عند او رقم صحيح. وبتعدل. ايه وبتعدل. هل في امكانية اننا خليها تمشي كسر ولا بساعة. في زي في لحزة وعدة كده بس كدلك بس. اه هنا مسلا هو بادئ حلو. هتبتدي تقول له انا عايز اعمل مسلا ككتابات حلو. وبتشل له انت العلامة دي والعلامة دي. حس بدا له مسلا من هنا من اه برضا انا عاملها مسلا خمسة وعشرين بوينت تلاتة تلاتة خمسة. حلو? لحد خمسة وعشرين بوينت تلاتة تلاتة خمسة. مسلا يعني تمام? واعايز اكل عشرين متر. اه. وبقول له ابلاي بقول له اوكي. صعني كده انا شوفها تزهر عليها خمسة وعشرين دلاتة دلاتة خمسة. لا هو زهر في اولا انا فاكرا ما هو بيزهر بس اختيار بنختار احنا. صعني اشي لاشي اللي. دلاتة نكررين منت كل متر. كل خمسة متر مسلا. تلاتة خمسة اللي هي الربعمية. افلاي اوكي. هنا زبط مش خمسة عشرين تلاتة تلاتة انا بلاش خمسة عشرين تلاتة الخمسة دينا رقم تاني. خمسة عشرين اساسة نخليها سببع عشرين. رقم يكون اه اي اه بعيد عن الخمسة. بص هو دلات اول واحدة وبعدين ما زبطهوش صح كده? ما هي مشكلة اه هي دي دي. اه اي اوشن والله انا فاكره ان هو بقوله ما تلتزمش بالكلام ده. اي انا اه. انا مش فاكرا والله انا عملتها لدائب ان عندي بلي كده. اوشن فين بقى يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اي اي. برضو. طبعا سيبني انا شوف عالق المرة جاي لان انا 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 فاكر انا عملته. ان انا هو ما بيتزمش. ما بيتزمش بالرقم اللي موجود. حتى انا كنت اعمل ده تريبا في ازهار الكتابات على الستايلر. لحظة واحدة كده خليك معي. ايه عشان باسم معي. كتابات على المصار. ازهار الكتابات على المصار. اه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا نجيب كل عشرة من رنج رنج. طبعا هنشوف عالق دي. تبعيني بالصورة عليها. انا انا فاكر ان هناك فيه طريقة تريبا نعمل. عشان بس. اه. سؤال تاني ممكن? اه. سؤال ده بي. فيه اكتر من سؤالة. دلوقتي انا عندي اه منطقة اه اه اوبن سبيس. اه والمنطقة دي جنبها اه طريق بالكوريدور بتاعه. وليه دي لايت. فدي لايت ده المسلس ده بالميول ده. انا اه عايز اطلعه لوحده في بكميات لان انا اه هو داخل في وانا عايز اخسامه من يعني ده 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 داخل في كميات الردم بتاعة الطريق. حلو. فهو انا عايز اطلعه لحاله بحيس ان انا اقدر افصل ده عن ردميات لان انا ما باخد منطقة. اه تحسب بوز تحسب كميات الاول كميات الطريق. حلو? تطلع سطح الطريق. وتدمجه في سطح الارض الطبيعية. اه تمام. ايبا تطلع سطح الطريق وتدمجه في سطح الارض الطبيعية. وبعدين تحسب اه كميات بتاعة القطعة. لان هي كل موانينة. اه لان احنا جينا حتى هنا في المسال بتاعنا. رب ممكن عملها بالفوتر لاين ولا? لا لا مش محتاجة. احنا عندنا ده 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 سطح هنا اهو. زي ما انت شايف كده. اه. انت عندك سطح بطم هنا وعندك سطح مين? سطح الارض الطبيعية اللي موجود هنا. مظبوط. تمام. هتعمل الات. هتعمل انت. انا سريعا بس كده هتعمل سطح جديد. حل. وتسمي السطح. او صوري وتعمل في السطح ده تقوله انا عايز اعمل ادت وتقول له باست سيرفس. اصوري مش بنزر نور. باست سيرفس. اللي هو سطح الارض الطبيعية الاول. ماشي. وبعدين باست سيرفس تاني تقول له سطح مين. وتقول له اوكي. ماشي. لو احنا كده بقى هنا. على الخط ده تقوله سامبل مورش سورسيز. وانا هزهر السطح التعميل. ايه. السيرفس الجديد. حلو. حتى الارض الطبيعية اللي موجودة هغيرها هخليها باللون ايه? الازرق. ايه اصبع قسمين. ايه. اوكي. حلو كده. يبقى الاحمر ده اللي هو الجديد. بص بقى الاحمر هيتماشي ازاي? اه زبا هتبسل شان قطعات كتيرة عن رسمة وبتتقل. بص دلوقتي السابح الجديد اهو الاحمر شايفو? اه اه. ارض طبعا هي هنا ومين? وتصميم هنا. كده لو انت حسبت الكميات الكميات هتوصل لك لحد فين? بتوصل لك. اه. ساعدة الكميات بتاعتك مسلا لو انت بتسوي الارض هتطلع لك هنا كده مسلا. او انت هتسوي الارض مسلا هتجي لك كده. واخبالك بس ساعدة هيحسب لك من فوق الطريق. يبقى انت كده خلاص خدت الطريق قبل كده ودولاتي انت بتاخد الكميات بتاعت الماضي. اه اه. طبعا هندسة في سؤال تاني ده بالنسبة المهندس مصطفى سأل في الشبكات. اه دلوقتي انا مسلا شغال في مشروع شبكات وانا كده كده يعني هوريدي بتتكاريت معايا مفيش مشكلة باتانياتي. اه كمناهل وكبايبس. بس انا عندي مسلا فيه اماكن بيبقى مسلا فيه خط رئيسي مسلا وليكن مسلا اسمه وفيه اه خط متقاطع معا اه 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 في منهل فيهم اه جاي بردك بيرمي على الخط الرئيسي. فلما باجي بكاريت المنهل ده لازم بتعمله هل ممكن ان انا اخلي منهل واحد من غير ما اعمله ضابل. انت بص مبدايا الموادراتي انت منهل يعني انت بتربط الفكرة كلها اه اه اغاتل منهل اللي قابليه. حلو كده بس انت الاتنين في شبكة واحدة الا شبكتين مختلفتين. لا الاتنين في شبكة واحدة لان هو في الاخر حلو خلاص انت في الشبكات حلو في الشبكات وانت بتعمل اعمل كل المناهل لغاية المنهل قبل الاخير. اللي هو قبل الربط. حلو? الوقت متساعدتها تعمل خط رئيسي وخط فرعي هيجي ربط عليه. بح 리احل تعمل المناهل لغاية المنهل القبل الاخير. الفى الاخر خالص وانت بترسم بتغير بدل ما هي آآ بوب forts стал gues, قد ترسل معك بقيد زر مطلق اليها tferet. ايو اعنج تزهر وبروفيل برضك? ايو ا هتظهر معك على الكبير ستزهر وبروفيل او مش هتظهر? المناهل ازال معك على البروفيلات. البروفيلات هتظهر معك المناهل ااا. بس ساعدة انت بايب قللي وهتربط على المنهول اللي موجود. تمام تمام. سعيد هتقول له ايه? اقول لك البيب دي هتروح فين? هتقول له. حتى لما عديكي جنب المنهول. اجيب لك علامة الربط. مربعين وطلع منهم خطين يمين واشمال دول. دي علامة الربط. هيربط على المنهول اللي موجود. كده مبعمل لكش منهول جديد. هو نفس المنهول القديم. وهو ربط عليه بس. هو تعيبا اه. هو المنهول اعتقد انه يظهر لان المنهول يعني مرتبط بالاللين. نفس الشبكة خلاص يجيبه معاك. حتى لو مظهرش انت بتختاره هو. يعني مثلا لو اخدت الفرعة ودي واسل واحدة ومظهرش معك المنهول. اختار المنهول وتقول له درو بارت وبروفايل فيو حيجي لك هو الواحد. مخبلك? طمعا طمعا. اه ممكن تسوال تاني هندسة? فقدر ابيه يلا اخر واحد. ماشي هندسة. اه طيب الشبكة عندي فيها كومبين. عندي تحت خط وعندي فوق بورفريتي اللي هي تخفيض منصوب الميجا. اللي هي البي في سي وتحت فيه اللي هي الارسي باي. تمام. عايز اصير عايز عايز عمل اتنين فوق بعض. يعني برضك هل هل في امكانية ان انا اكاريت ده وكاريت التاني فوقي. يعني ايه تعملهم فوق بعض مش فوق يعني? اه اه الاتنين هو سنتر لاين واحد فيه تحت ارسي بايب وفيه فوق. بس اتعمل كل واحد لوحدة. اتعمل كل واحدة في النات وركل واحدة. انا وراء للنزور تشتغل على على الليفل واحد بس مش على الليفل einي? اه لكن مش مش هتعمل الاتنين في شبكة واحد. ليلا لا لا. مش كل ان هو المصمم كان عامله من الاتنين في شبكة واحدة. باعتقد بقى هو يعني قاله ايه. على الاتنين تلعاين عن اصرار ما بيجي بيحط بايب بيحط بايب لوحدة بيحطش بايبين فوق بعض. هو كان حاضيته من الاتنين فوق بعض صيفل ولا كاد? اه لا هو كان محولها كاد. ما حولتها سيف يعني. ممكن اعتعمل اعتعمل. عملت دي الوحدة ودي الوحدة. مرفول حركة السبب. مفعش نحط بايبين مع بعض في شبكة واحدة. الا اللهم الا ان هو مسلا مجاهز بقى ان بتاعته او السيستم بتاعه ان هو عامل قطع او اسمه ان دي هو الكتالوج مخصوص حدد بايبين فيهم. فمعرفش صراحة دي. الكتالوج بتاعه ان هو مش او هو الافسد ان ان انت بتعمل الشبكة اللي تحت. ولو انت عايز نفس المنسيب بقيمة معينة سبتة. تستخرج الا. تعملها الايمند. وستخرج الخط بتاعها. عبارة عن وترفعه فوق مسلا الاتنين متر او القيمة السبتة دي. وتقول لهم اعمل لي خط تاني فوق مني. خلاص. هياخد لك نفس الخط بنفس القيمة. وتعديل في الانفيرت بتاعهم عادي لأنا فوق. خلاص اللي اقول معاي الايمند اللي ها طلعه ارفعه فوق القيمة اللي انت عايزة. ارفعه مسلا عسّة مني. اعمل لي شبكة منها خلاص. اعمل لك شبكة منها. طيب طيب. ماشا عند راسك. ماشا. 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 ما يحل. شبه المعيشة هو مكتوب هنا الفرق بين السلوب والجريد. انو مش عارف توفيه لسا قاعد ولا ماشي. بس توفيه الفرق بين السلوب والجريد. آآ تلبي بان توفيه لسا قاعد. السلوب اللي هي قيمة كم على كم في حيث زي الميلة الجانبية كده اللي هو مسلا كم متر يقابل كم متر. يعني مسلا واحد الاربعي. بقى واحد رأسي قدام منه اربعة افقي. يعني انا لو انا عملت نزلت نزولا مسلا قيمة واحد متر رأسي. انا سبيلت حسان زي كده. ماشي هنزل متر رأسي. هطلع قصاد منه اربعة متر افقي. دي دي قيمة الاسلوب. وغالبا الاسلوب ده بيبقى في المناطق اللي هي بتبقى الميولة الجانبية بتاعت الطرق. اما الجريد لأ المتر الافقي يعادل كم سنتي رأسي. يعني المتر الافقي لو انا مش متر افقي عايز انزل مسلا سنتي ونص رأسي. شايف ده كده الخط بتاعك. اهو. ده الفعلي بتاعك. وده بيستخدم في في الطريق نفسه. يعني السلوب ده بيستخدم في الاتج بتاع طريق اللي هي الميولة الجانبية اللي هنا. والجريد بيستخدم هنا. فالجريد ده يعتبر اعتبره كده المسافة الافقية على الرأسية الرأسي يا سوري الافقي بالمتر والرأسي بالسنتي. اما الاسلوب الاتنين بالمتر. متر على متر. يا رب كونو وصلت معادي. في حد تاني معانا يا سبب حد انا محتاج حاجة? آآ مهانس عبدالرحيم مصطفى عبدالعز الدين. الفضل يا فلا. مهانس عبدالرحيم حضرتك موجود معانا? غريبا لا. مهانس عبدالرحيم مصطفى عزيز دي موجود. هو موجود بس ما بفتحش. يعني انا بقول له يفتح المايك ما بفتحش. حضرتك ممكن تفتح المايك علامة الميكروفون الموجودة على الشمال. طيب. وفي سؤالين بس في الشات. ايوة. علشان اتفادى موضوع نقل المنصوب عن طريق لينك. ممكن نرفع المنصوب في البروفايل علشان يكون هو السنتر لايم? ممكن. ممكن. ترفع المنصوب بالقيمة اللي هي آآ بس يا الفكرة كلها لو الجزيرة بتتغير عرضها القيمة دي هتتتغير. يعني مسلا على سبيل انسان لو العرض جزيرة تلاتة متر في الميل الرئيسي بتاعك واحد ونص مسلا. في معنى زيك ان انت بتتكلم تلاتة متر فائد ونص يعني بقى سنتي ونص. فساعتها انت بترفع البروفايل بتاعك اربعة سنتي ونص وما فيش مشكلة هتنسي معاك. ولكن الجزيرة لو العرضها اختلف القيمة دي خلاص اختلفت. ساعتها مش هينفع. هو يفضل ان انت بتعمل باللينك واللينك ده هيبقى احسن بكتير ان هو بينين لكن منصوب وانت ما بتحسش بي. موالنس عبد الرحيم حضرتك موجود? يا عبد الرحيم. حضرتك اضغط على علامة المايك هو موجود بس مش عارف ما افتحش. طيب يا جماعة كده لو في اي حد عنده اي سؤال ممكن يعمل رز هندو يشاركنا بي. ايوة. هل في يا شباب? لا هو كده تقريبا. قل له هيقفل خلاص? كده خلاص. هو بس مفيش غير حية واحدة لها مطلوب شرح المستخلصات والكميات كمان. الكميات احنا كنا شرحناها بالتفصيل والله يكتدور هناك المستخلصات نفس الشيء حسبناها والله هناك. هيا الفكرة بس انا كنت عايز ادي مجلة حاجات تانية بس يعني انا بنا نساعد. الكميات اه احنا على غد هنا حسبنا الكميات الفعليات الاجمالية المشروع وكل ما مالك المستخلص بس المشروع انا معيش داتا تانية. ممكن اجيب لك اهو نفس الملف تنسيفه ونحسب عليه مستخلص في اول المحاضرة الجاية سريعا. مفيش مشكلة. تمام. موهنس مصطفى حضرتك رفع ايدك تاني. نعم السلام عليكم. اه مهندس يشام السؤال الثاني من الشبكات. اه. فضل. السؤال الثاني هو ممكن عمل خاص بالترنش نفسه. يعني شرطية. يعني تعرف الباي بات او الانبوب اه يختلف عمقه من مكان لاخر. تمام. سواء في الاريكيشن وكذا يعني اه وتختلف من يختلف في العمق الالدبس رح تختلف الالسكشن للميول الجانبية للترنش. تمام. فممكن نعمل مثلا. بس اسمبلي اه. بس اسمبلي بينتك جاعة ترق. بس الحفر يفضل انت تعملها بشكل اسمبلي. والعروض بتاعته او الميول بتاعته الجانبية تختلف ما فيش اي مشكلة. زي اي شيء زي اي شيء زي اي دي لايت اللي احنا عاملينه ده. يعني انت مثلا على سبيل المسال هتعمل هتعمل منطقة لينك اوفقي. لو يمثل القاع بتاع الحفر بتاعك. نعم. وهتتعمل دي لايت يمين وشماء زي اللي انت شايف مندول بالزبط. نعم. نعم. والمنسوب بتاعه هيبقى منسوب مثلا على سبيل المسال البوتوم البايف بتاعتك وينزم منه مثلا قريمة معينة. هتفكرة كلها انت هتعمل ايه? هتعمل اللايمنت يمثل الخط دوت. ويمثل النزول ده يعني ايه? انت هتعمل البايف بتاعتك على سبيل المسال البايف بتاعتك خلاص منطقة وبمناسبها تمام. تستخرج. تعمل منها وبتستخرج خط اللايمنت ده عبارة عن اه. وبتنزله مثلا قيمة اه على سبيل المسال انت هتحفر تحت المسورة مثلا انا هتحفر مثلا اربعين سنتي على سبيل المسال. فهتنزله قيمة اربعين سنتي. يبا كده جاب لك منسوب بين اربعين سنتي من تحت. في نفس الوقت عبارة عن ممكن نستخدمه ككل ودور. ممكن على فكرة نحسب المرة الجاية فيش مشكلة. ونعمل خط افقي ومسل عرض الحفر. حلو. والخطوط الميلة بقى يمين واشمال دي تتعمل دي لايت زي دي جدا. بحيس هو هتدي له حالة. او انت نزلت تلاتة متر انزل لي بميل كزر. نزلت اربعة متر انزل لي بميل كزر. مخبلك. اه. نعم. وهيتغير شكل القطاع طول ما هو ماشي. لما انت بتحفر بانزل اطول من الارض الطبيعية. القطاع هيوسع معك. مش كده هيقل معك ويفضل الستندر بتاعك. اه. وممكن اه يكون على اه قدمتين يعني على مرحلتين. عند كان فوج الخمسة متر او في ستة متر. بس اه بس اه بس في العادي الجنرال ده بيدي لك بيدي لك تلات حالات. نعم. بيدي لك تلات حالات كميون الجانبية. انت الكلام على ميون الجانبية يعني حالتين ولا ايه? نعم مثلا يكون العمق اه مثلا خمسة ونص متر. اه. اه. في الحفار الحفار ما يقدر يكمل على الا على عمقين يحفر اه متر ومن ثم ما يحفر او متر ونص او مترين. ممكن بعدين يحفر الاربعة متر ما خلان. اه. بس هي الفكرة انت عشان الحفار يعني بياخد زي ستيب مسلا ولا حاجة? هي ستيب نعم بالضبط. اه بس هي الفكرة ان الستيب سينا الفكرة كلها ان البرنامج لما بتقوله ستيب بياخد البنشات هو فيه بنشات طبعا. ولكن بياخد البنشات كلهم بميل واحد. يعني الميل الجانبي هي مسلا واحد الاربعة. واخد بالك مسلا على سبيل المسال او اربعة الواحد يعني. وبعدين البنش ده هو في حالة لو في بنش هيجيب له لك البنش. يعني مسلا انت نزلت اكتر من خمسة متر هيعمل لك بنش. الطول ما انت اقل من اربعة من خمسة متر ما فيش مشكلة. اه هي بس عملية الميولة الجانبية. هل بتختلف بقى الميولة الجانبية لما بتنزل اكتر تحت او لا تختلف? طبعا تختلف. طيب هي بس. اه اه في حالة لو بنشات انت ممكن ترجع الفيديو اللي فات تريبا اللي احنا شرحنا فيه. حالات اللي انا عملتها دي. حلو كده? تقريبا كان في الفيديو اللي فات. اه سأنا كده اتأكد لك حتى اه بزبط كده. اول حاجة شرحتها في الفيديو اللي فات. هي نفسها في فكرة. احنا هنقول له والله في حالة لو مسلا القطع. اه بس انا في حالة شرحنا. القطع مسلا اقل من خمسة متر انا عندي ميل جانبي واحد لاتنين مسلا. حلو? اكتر من خمسة متر لا اعمل لي بنش. واعمل لي الجانبي واحد لاربعة مسلا. يبقى انا كده هتدي له حالة في حالة لو في بنش. حيبقى بشكل معين. وحالة ما فيش بنش هيبقى بشكل معين دي. ميل دي. يا ريت ان اللي اه اه تخصصون في المحاضرة اللي اه لنفس الموضوع اللي سألته. بصو الله انا انا احاول بس اياني فكرة ان احنا 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 كده رجعنا هتنين للطرق فاستاذنك معينش المحاضرة اللي فاتت لو انتم ما تفرجتش عليها تفرج عليها في اولها. شرحنا حاجة شبيلها بكده. اللي هي الكونديشنز. كونديشنز نعم. اه. اوكي شكرا جزيلا. العاففة بالعاففة.